اهلا بكم سنانك دي مهمة جدا لوشك على فكرة من الحكايات الكتيرة الخطر اللي بتحصل في وش حضرتك انك تفقد سنانك وتطنش تمتقولي لا لا ما بفقدش سنانك وتطنش لا بكتير مننا في مصيرنا الحبيبة بيفقد أسنانه الخلفية ويطنش ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان وشك بيعجز زي ما انتوا شايفين كده ما تستهونش بالحركة دي حركة دي في منتقى الخطور سنان لها قيمة لان هي اللي بتخلي العظم طول ما السنان موجودة العظم في حالة استسارة في حالة محافظة على حجمه أول ما السنان تقع تلاقي العظم بدأ ينكمش ينحسر ويبدأ الانسان يطلع يطلع لقدام الماندبل بتاعه زي ما انتوا شايفين كده والوش كله الـ vertical dimension اللي هو البعد الرأسي للوجه يختلف وده بيحصل نتيجة تفقت سنانك كلها تفقت جزء منها وطنش وكتير مننا او كتير بشوف ناس تقابلني تقول لي انا محتاج فلر اول كلمة انا اولي بقى انا عايزة احنفلر اروح فين اعمل ايه اه قلوه امتة بسنان بس سنانك اخبارها ايه تقول لي ايما انا هحنفلر وبعدين اروح بالدكتور السنان اقول لا لا بس قل لي لي بس لا ما هي واقعة السناني اصلاها فيها مشاكل كتيرة واقعة ومش هارفيه من وراء لا لازم الجزء الخلفي ده الجزء الخلفي ده طالما واقع يمين وشمال سنان وشك كله هيحصله كولابس او وشة كله هيحصله كولابس هيحصله باللغة المصرية يضطر بقى الوش الورتكال ديمينشن يقل البعد الرأسي يقل فده كلام لازم تعرفوه كويس جدا نهاردة هنقرب ونفهم اكتر ونستوعب اكتر عالم الاثنان المسير نهاردة مع باقي في العزيز اسلوبه في العلم والشرح والتفصيل بهيرني جدا ولو طريقة خاصة كده بتوصيل المعلومة جميلة قوي بتبدأ ممكن بشرح تفصيلي جدا لكن في النهاية بيلخصها وبيبسطها وبيحطها في عقول الناس البسطاء حتى فبيرضي اصحاب الشغف العلمي ويرضي ايضا اصحاب اصحاب مدرسة التلخيص والخلاصة ضيف العزيز الاسم المتمازل للغاية النهاردة في الدكتور دكتور محمد سامح الحديدي هيكون في الدكتور خلينا متفقين ان الانسان يتقبل اي عيب في الانسان اللي قدامه ويحبه ممكن يعني ايه ما فيش حاجة يسمعه عيوب كل شيء يراه البعض عيبا يراه الآخرون جمالا لكن كل الناس بلا استثناء لا تختلف على انه لازم الاسنان تبقى حلوة تجميل الاسنان ده يعني مش شيء تقليدي او شيء اوبشنال وتجميل الاسنان مش علشان الناس تكون فاهمة بس تجميل الاسنان مش حاجة بيضة بحطها على اسنان وخلاص مثلا حالة زي كده شكلها مش لطيف شكلها مش حل بس هي مش مضطرة تعمل اسنانها بس علشان شكلها مش حل لان فيه ناس كتير زي ما حضاك قلت ممكن مايفرقش معاها الشكل اوي انما الاسنان مهمة جدا شكل اوي وكمان وظيفة لان هي شكلها مش حلو لان هي مش في البيت المزبوط بتاعها ممكن يكون عندي مشكلة في البق كله فول ماوس مثلا فهنتطر نعمله زراعة وبالشكل ده هنقدي لي شكل حلو فهنعمل تجميل اسنان بزراعة الاسنان حكاية الفينير والكراون سعيد بتكلم عليهم كأنها اخناق لا احنا هعمل الفينير لا مش عايزة هعمل الكراون لا احنا هعمل الفينير حتى اصبح الناس دلوقتي عامل اخناقها في ان احنا نعمل تحضير قد ايه يعني نعمل في الحقيقة الموضوع ده مهم جدا على حسب حالة السن فيه تخصصات الحقيقة كبيرة جدا في تجميل الاسنان وهي التركيبات وزراعة الاسنان وجراحات اللاسة ممكن تقدي الى نتيجة كويسة جدا في الاسنان اللي انا نفسي اقوله بقى في الاخر انه في كل فروع الطب ملاش الدعاية اللي بتخل بقيمة العمل الطب ملاش الدعاية اللي بتسخف من جهة الناس الدكتور محمد سامح الحديدي اخصائي زراعة وتجميل الاسنان ماجستير زراعة الاسنان جامعة القاهرة بكالريوس طب وجراحة الاسنان جامعة سيناء مؤسس مراكز رايدنت لزراعة وتجميل الاسنان اسمحوا اللي راحب بضيف العزيز واحد منكم عالم الاسنان دكتور محمد سامح الحديدي اهلا بك يا دكتور اهلا بحضرتك يا دكتور الحقيقة عايزة ابداي الأول والموضوع النهاردة موضوع مهم وهيهم الناس كثير قوي ايه اللي يحصل ناس مرضى السكر سنانهم بتقع واحدة قرارة تانية ناس مع السن فيه ناس كده من غير لسكر ولا ضغط ولا حاجة خالص سنانهم ضعيفة فبتقع بالتدريج يطنشوا لان خصوصا السنان الخلفية بيطنش ايه اللي يحصل في الوش لما الواحد يطنش ان السنه تقع معوطاش في الحقيقة ابسط حاجة مشهورة جدا فقد مثلا الناب او فقد الدروس الخلفية الناب بيحافظ على الكنتور او الشكل الشفائي في العلوية من الكلابس او من النهية كرمش بالعربي اه فبيظهر السن اكبر شوية في الدروس الخلفية بيبدأ loss of vertical dimension او البعد الرأسي اه يقل فلما يقل بيقل شكل النص بتاع وشك من تحت فبرضو وشك يكرمش او السنان تدخل في بعضها كده فعلشان نقرأ بالصورة للمشاهدين الوش بيكرمش من السنان تاني حاجة بقى على مستوى البق من جوه او على مستوى العظم في حالة تعويض بيكون الموضوع اصعب شوي لان انا كلما انتظر فترة طويلة علشان اعوض السن او الدرس اللي فقد في الحقيقة الاسنان او مستوى العظم بيبدأ ينحسر هو كمان مش بس ان الاسنان عاملة صبورت للعضلات وشكل المسلز لا كمان العظم نفسه مستوى بيقل او بينزل المكان اللي تخلع دي يمكن حتة صغيرة في خلع درس واحد الفيديو ده ان هو العظم بيبدأ ينزل والاسنان تميل دي ابسط حاجة في حالة فقدان سن او درس انما على المستوى الكبير لو فقط اكتر من جزء المستوى العظم نفسه بيبدأ ينزل لتحت يعني حسر فيه بيصعب كتير ان احنا نقدر نعمل زراعة او تعويض بصورة سريعة وبصورة كبيرة برضو هنا التيم جي بيحصل لها مشاكل في المفصل فيحصل مشاكل كتير في حالة تأخر تعويض الاسنان خصوصا وهنركز عليها اللي هي مستوى العظم وشكل العظم بيتغير كله خصوصا في الماندبل بيبدأ مستوى العظم يقل في كل الماندبل طيب في كل العلم دي اللور ارش او الفك السوفلي او الفك الفك السوفلي هروح بقى لسؤال تاني مهم او العين بيجي لك عايز يعمل زراعة مر بالمراحل دي كلها فتقول له انت العظم عندك محتاج نحن نزوده انت ما عندكش عظم كفاية الكلمة دي مرعبة بين ومينك حتى لو عنده ثقافة طبية هو في الحقيقة موضوع مهم وموضوع العظم انه يكون كفاية او مش كفاية عشان نقرب للسادة المشاهدين العظم لازم علشان احط الزرعة في قلب العظم لازم الزرعة دي تكون كفر بعظم او ببون من كل جوانبها تكون غطسانة في قلب العظم بالعربي يعني دي صورة الزرعة بتكون محتوطة في قلب العظم كده من بره مثلا ما يكونش متغطية ببون او عندي اقل زرعة هنحطها سي مثلا ثلاثة ونص ملي فلازم تبقى كفرد بون من كل جوانبها يبقى لازم يكون عندي على الاقل ستة ملي عظم باكولينجوال او البعد الافقي لازم يكون عندي عظم كفرد في الزرعة تسقط في نص عرض بالعرض بالعرض كده اه يكون فيه عظم كفاءة عرضي عرضي كفاءة عشان الزرعة تدخل في نصه كده اه ويكون متغطي بعظم يمين وشمال انا لو عندي اقل من كده مش هقدر احط اقل زرعة موجودة ارفع زرعة موجودة ارفع زرعة موجودة نعمل ايه؟ هنبدأ نضطر ان احنا نعمل او نزود كسافة العظم ده اه كمان ممكن يكون مشكلة مش في العرض بس مشكلة يكون في الطول عندي اناتوميكال استراكشر او اماكن حيوية في الماندبول في الفك السفلي او اماكن حيوية في الفك العلوي زي الانف قدام والجيوب الانفية وراء وتحت العصب بتاع الفك السفلي بيكون ماشي تحت الاسنان السفلية كلها فالطول ده كمان مهم يعني انا لو عندي فترة طويلة او سن كبير عنده انحصار في عزام الفك او الفك بدأ ينزل مستوى العظم بتاعه فانا مضطر ازود عظم علشان اقدر احط زراعة اسنان بنحكم عليها على حسب الاشعار المقطعية اللي بنعملها بنشوف كسافة العظم قد ايه وبنقيس عرض العظم وطوله وهنقدر نحط الزراعات فين ده مهم جدا لما يكون حالات كبيرة ما عندهاش اي عظم يعني ما عندهاش يا ام عرض او ما عندهاش طول فهنضطر نزود في حاجة مهمة كمان نقطة اخيرة اللي هي واحد خلع اسنانه وهيخلع سن دلوقتي وعند السوكت او مكان الجدر اللي تشال عندنا المكان ده ممكن يكون البكل او الشفة الخارجية بتاعت العظم اتكسرت او اتفتحت زيادة فهنحط الزراعة في قلبها ممكن دي تدوب فنضطر نزرع لها زراعة عظم اسناء الزراعة وهنشوفها بالتفصيل ان شاء الله ده كلام مهم او يعني فيه احتمالات كتيرة فيه احتمالات كتير في موضوع زراعة العظم يعني زراعة العظم اذا ما فيهاش حاجة مستحيلة زي ما بيقوله هي مش مستحيلة انما هو اجراء قد نضطر ان احنا نعمله في بعض الحالات طيب ايه انواع زراعة العظم زراعة العظم ده في الحقيقة فيه انواع ليه اصدى حضرتك العظم نفسه انواع زراعة انواع زراعة العظم طيب انا دلوقتي عندي حاجة نسمع انه هو فيه صناعي وفيه طبيعي الزراعة العظم الصناعي او العظم الطبيعي العظم الصناعي دايما بنتطر ناخده او الزينو جرافت ده عظم صناعي مصنع جاي من حاجات حيوية وبيعاد تصنيعه وتعقيمه وبنستخدمه فيه زراعة الاسنان خصوصا في الحالات الصغيرة يعني زرعة مكشوفة من برا بس فبنبدأ مكشوفة ملي او نص ملي يعني دي دش فيها نوعين من انواع العظم النوع اللي على الشمال ده زينو اللي هو الابيض خالص ده فده عظم صناعي والعلمين واخدينه من نفس مكان الزراعة ده عظم اوتوجيناس جرافت يعني عظم من الانسان نفسه اللي هيعمل زراعة اسنان بناخده من نفس المكان او لو فيه حالات كبيرة جدا هتحتاج يعادة تأهيل لفك مثلا ما عندوش عظم خالص ولا vertical ولا horizontal فبنضطر ناخد له بلوكات عظم منه هو نفسه برضو ودي فيه حالات كبيرة جدا ودي انواع طبعا دي مهمة اول مرة ننتهى نوريكوا الصور الصعبة دي صور جميلة او بس صور لازم نعرفها يعني صور لانواع الزراعة العظم احنا بنقول ان هو فيه حالات كبيرة قد تحتاج لزراعة عظم واعادة تأهيل يعني انا عندي الحالة اللي واخدين منه الكاميرا الكبيرة دي باش انت عندو واحد وعشرين سنة وما عندوش مجزلة خالص او فك علو خالص فده هيكمل حياته ازاي بدون زراعة او بدون تركيبات ده التاكل او لا هو syndromic patient patient عندو syndrom فقد يحتاج الى زراعة فك بالكامل يعني مش بس زراعات اسنانها تتحط في فك هو ما عندوش مكان يتحط فيه زراعات اصلا فهندطر نعمله زراعة عظم الاول وبعد كده نبدأ نعمله زراعة الاسنان بعد ما العظم ده يلتقم في عظمه ده بيبقى حالات معانة حالات خاصة حالات كبيرة ده خلينا اقول ان زراعة العظم تتراوح اكيد بانها تكون اجراء مش كبير او اجراء او حاجة قوي هو من اول السنة اللي هتتخلع وتعمل حاجة بسيطة وعندها سبيس بسيط ملي او اتنين ملي فهنزوده بزينو جرافت او عظم صناعي حوالين الزرع عشان نكفيارها او نغطيها كلها ببون او اجراء كبير واحد ما عندهش اسنان خالص او ما عندهش عظم خالص قد نطر ان احنا نعمله فك جديد بعظم جديد يعني ده ابسط حاجة زينو جرافت واحد خلع سنتين اماميتين وعند مكان فاضي حوالين الزرع مكان السكت او مكان الجدر اللي تخلع فبنملى المكان ده كل لبون علشان بعد لما زرعة تمسك بعد ثلاث شهور يكون كواليتي لبون بتاعها اكبر واحسن فده اجراء سهل جدا في الحالة اللي زي كده او حالة زي كده واحد عنده زرعتين بقالهم ثلاث شهور لما يجي راكب عليهم بتلاقي ان كسافة العظم مش كويسة ففي سريدز او السطح الخارجي بتاع الزرعة دي مكشوف ميلا او اتنين فبنحط له زينو جرافت او حاجة بسيطة جدا من برا وده اجراء بسيط ما يعديش عشر دقائي انما قد يكون اجراء كبير في الحالات السندروم او حالات السن الكبير اللي ما عندوش اي اسنان اسئلة بقى الجمهرية العادية يعني اللي هو بقى يسألك ولك التوقيت ديوريش هاعد اعمل زراعة العظم دي في قد ايه هل تستخدم لي بنج ولا هتعملها لي بنج موضعي والله في الحالات الصغيرة اللي زي اللي عرضناها دلوقتي في وقت الخلع اجراء صغير هنغطي سطح الزرعة الخارجي ده اجراء ببنج الاسنان العادي ما فيهوش اي مشاكل خالص لو هو حاجة بسيطة زي ما عرضناها السورتين اللي عرضناهم قبل كده فدي حاجة بسيطة بتتعمل ببنج الاسنان وفي نفس وقت الخلع وبدون اي تعب خالص او بدون حتى مضاعفات انما لو حالات كبيرة فبنتطر نعمل لها زراعة عظم في وقت معين لوحدها وبعد مرور ست شهور كاملين يلتأم العظم ده مع عظم ويبقوا هما لاتنين حاجة واحدة نبدأ نعمله زراعات اسنان ونركب عليها بعد مرور ثلاث شهور فلو حالة كبيرة او واحد ما عندوش اي فك او اسنان خالص فهو ما فيش يأس في الحالات دي برضو اصبح لها علاجات ويمكن حتى احنا في 2019 في حالات زي كده عرضنا في الولايات المتحدة في الحالات الكبيرة السندروميج دي واخدين فيها مراكز ترتيب عالمي فاصبح زراعات الاسنان او زراعة العظم في الحالات الكبيرة زي كده ما اقتش مش مستحيلة ويعني الحالة دي يمكن الصورة دي انا مش بخوف فيها ناس انا بقول لهم ان الدنيا مش مستحيلة في ان حد ما يعملش زراعة اسنان او حتى السن الكبير اللي يأس لا ممكن يعمل زراعة عظم الموضوع بس هيطول شوية ممكن يقصد تشهور كعلاج انما هو في حل ان شاء الله بص بقل دايما الناس اللي رايح تزرع عظم عندهم تخوفات تخوفات من كلمة زراعة عموما التخوفات جاي يقولك لا عظم هترفض كسم يرفض العظم ده يسوس ده يلتهب لا هو العظم في اغلب الحالات انا بحب يعني يمكن الدش اللي ورناها في الاول احنا بنعمل ميكس بين او العظم اللي واخدينه من المريض اللي هيعمل زراعة اسنان والعظم الزينو فبنعمل ميكس عشان نحصل على احسن نتيجة عظم الداخلي والبتاعي اه والعظم الخارجي والعظم الصناعي فاحنا بنعمل بيه ميكس دلوقتي علشان نغطي به العظم علشان نوصل للاحسن نتيجة واحسن كواليتي ما فيهوش اي مشاكل وما فيش منه رفض ان شاء الله لان الابحاث عليه كتير وبقالها زمن طويل وفيها نسب نجاح علي رد ده بيخلي جهاز المناعة يتعامل مع العظم التقبل اكبر هو كده كده جهاز المناعة مش هرفضه لان هو حاجة ما فيش حاجة بتتحط في جسم الانسان مش ملأمة لجسم الانسان يعني هو ما فيش قبش ان احنا نحط حاجة ويرجع نقول ان المادة دي هي السبب ان الجسم رفضها لان ده مستحيل تدخل في الماركت اصلا الا اذا كان عليها الابحاث ان هي تبقى ملأمة لجسم الانسان انما هي احنا بنحصل على احسن كواليتي في العظم بعد زراعة العظم ان احنا نعمله ميكس لكن فيه مضاعفات ممكن تحصل في الحالات الكبيرة ممكن يحصل مضاعفات ان هو يحصل شوية تورم بعد زراعة العظم ممكن يوصل لاسبوع او حاجة انما بمارس حياته بعدها باسبوع بصورة طبيعية في الحالات الكبيرة في الحالات الصغيرة او هنغطي سطح زرعة ميلي او اتنين ميلي ما فيهوش اي مضاعفات زي زراعة الاسلام بالزبط في بدائل عن زراعة العظم استخدمها غير العظم في الحقيقة انا شخصيا بحب الحل السهل يعني انا لو عندي ريج تلاتة ميلي او اربعة ميلي اصبح في زرعات دلوقتي خصوصا باستخدم زرعة شوية سرية معروفة لها ديزاين معين بحب استخدمها في حالات الفول ارشاط او الحالات اللي فقدت العظم بتاعها كعرض مش كطول يعني كعرض ممكن الدزاين بتاع الزرعة يسمح نحن نحط زرعات في ريج رفيع جدا والزرعات دي بتدوم لوقت طويل فانا دايما بحب اوصل للحل السهل اذا كان ينفع احط زرعة رفيع مثلا او حاجة اسمها سينجي بيس في ريج رفيع او عرض عظم رفيع فبنحطها ونسهل على المريض وقت زرعة العظم والتورم او المضاعفات اللي ممكن تحصل مع زرعة العظم حالة زي كده يمكن في ريج رفيع جدا يعني عرض العظم انا يمكن جاي بالصورة دي عشان اوري ان عرض العظم ده لما نقيسه على الاكسريم مش هلاقيه تلاتة ميلي فبنحط له زرعات بنحط عدد زرعات اكبر شوية بدزاين معين يسمح ان احنا نحط الزرعة بدون زراعة عظم وهتعيش وقت طويل يمكن الحالة دي لها صورة تانية تحط فيها تمن زرعات بدلا من نحط ستة هنحط تمانية وهيعيش وكل الزرعة متغطية بعظم فانا دايما بحب السيمبليستي في الحل بتاع زراعة العظم اذا كان الرج يسمح ان انا حط فبختار الحل الاسهل واختار زرعات ارفع حاجة ممكن ممكن نروح لحاجة تانية بدل زراعة العظم ان احنا نعمل مثلا في الفك السوفلي اربع زرعات اولينفور مثلا نحنا نعمل اربع زرعات بين المنتانيرف او بين العصب في منطقة الدقن دي نحط اربع زرعات ميلين ونعمل عليهم تركيبة ثابتة بعد مرور ثلاث شهور الاربع زرعات هيبعد بعيد عن العصب لو كان فيه مساحة كبيرة او مساحة قليلة ان احنا نحط زرعات في المنطقة الخلفية فما ممكن نحطها في منطقة الدقن ونحمل عليها بريتج تايتيني او حتى ممكن نعمل حاجة دلوقتي في الفك العلوي كمان لو ما فيش حاجة اسمها زيجوماتيك امبلانت او نحط اتنين امبلانت في الزيجومة امبلانتات بتكون طويلة جدا في العظم في عظم الزيجومة او العظم اللي تحت العين ده علشان المشاهد يقدر يعرف دي عظمة الزيجومة او اللي تحت العين ممكن توصل لزرعات من الانتراورال توصل للزيجومة ونحمل عليها برضو تركيبة ثابتة فدايما في الحالات الكبيرة بالذات او السن الكبير بنختار انسب حل ونحاول نبعد على قد ما نقدر عن زراعة العظم الا اذا كانت الحالة ما فيهاش الا زراعة العظم بنشتغل لها ان شاء الله دايما الناس بتسأل على الـ durability الاستمراري هل هذه البدائل امنة من ناحية الامان ومن ناحية الوقت هتبضل معي هي في منطقة الوقت احنا تأكد ان احنا لو اخترنا حل يا طبي او اجراء ان احنا هنختار اسهل حاجة واحسن حاجة لال‌استمراري لانا ممكن exatamente اختار له ان انا اعمل له زراعة عظم ومختار لهش زيجومة لانا مثلا زيجومة على بعض طويل ممكن اختار له اولمفور او اعمل له اربع زراعات في الفك السوفلي ومختار لهش ان انا اعمل له زراعة عظم علشان المنطقة بتاعت الدقن العظم فيها قوي وكويس ممكن واحد تاني ما اختارهش ان انا احط له قولنفور واتطر اعمل له زراعة عظم علشان منطقة اداء ان العظم بتاعها قليل فاحنا بنختار الحل الامثل لكل حالة والديرابيلة بتاعتها اذا كانت الزرعة او الاثنين او الثلاثة او اي عدد زرعات هنحطه فهو بيلتائم او بيحصل له اوستر انتجريشن ويفضل في العظم مدى الحياة اذا اخترنا له التركيبة اللي بعد كده اللي هتبقى مناسبة ليه علشان يمكن احنا ذكرنا ان الوفرلود في التحميل على الزرعات ممكن تأدي الى فشل للزرعات سؤالي برضو للمشهور قوي ساعات اولو محط اجي اعمل اشياء وابدأ بربريشن علشان اشي حط الخطة العلاجية اكتشف ان الجيب الانفي لا يسمح بالزراعة دلوقتي الجيب الانفي قليل حتى زي ما احنا بنعمل أولينفور تحت ممكن نعمل تلتد امبلانت او زرعات ميلة من قدام الجيب الانفي علشان نتجنب ان احنا نعمل رفع جيب امفي وممكن في حالات ممكن نعمل لها رفع جيب امفي باستخدام البالون او البالونينج تقنية جديدة يمكن موجودة هنا في الفيديو نحنا نعمل رفع للجيب الانفي بالزرع نفسها او حاجة اسمها انترنال سينوس ليفتنج نحنا في مكان الاستيروتومي ده صورة بتوضح ان الجيب الانفي نزل على مستوى الرج او العضل فبنعمل دريلينج او نعمل تحضير لمكان الزرع وبعد كده بنرفع الجيب الانفي بحاجة اسمها انترنال سينوس ليفتنج ونبدأ نعمله زراعة اسنان عادة انما ممكن نعمل تلتد امبلانت زي ميلة ميلة زي برضو الميل اللي بيتفادى العصب اللي بيتفادى العصب بتاعه بنعملها فوق بس بتبقى عكس حاجة اسمها تلتد امبلانت دي بتبقى بتصميمها مرة كده بنشوفها بتصور تصميمها رائع جدا بتبقى في جزء منها ميلة وفي جزء تاني مستقيمة اه دي حاجة الزرع نفسها بتبقى ميلة انما الاباتمنت او الدعامة اللي بتركب عليها بتبقى طلع حاجة اسمها مالتي يونت اباتمنت او حاجة اباتمنت او دعامة لها ديريكشن 360 او ديريكشن مختلف قد يعدل انجل لحد 35 ويزيد عن 35 كمان فالانجل دي بتتعدل بالمالتي يونت اباتمنت او الدعامة اللي بيركب عليها في اي اتجاه خلينا نسمع ابو العريف واحنا بنتكلم في الزراعة طبعا الفاتية في الزراعة كبير وكانت تخوفات زمان قديمة كبيرة او واحد يقول لك انا رايح اعمل زراعة في السناني او راح اعمل زراعة فك بالكامل طبعا كانت صحابه اللي هو ايه يعني مش هنشوفك طول تلات اربعة خمس ست سبعة شهور الجايين يعني فرح بنت خلتك ولا فرح بنت اختك الشهر الجاي مش وتحضره طبعا ما نبعت لكش بقى دعاوي ولا نعمل حسابك في الاكل اه البيت كله بينقلب الاكل كله بقى هنجيب لابوكو بقى ده هيعمل زراعة فك ده احنا هنجيب له اكل ايه صوفت بقى وحاجات بطاطس مهروسة وروز بلبن وبتاع لان هو مش هيقدر يأكل حاجة جامدة يعني فالكلام ده مهم جدا تعال نشوف مع بعض ام العريف ممكن يبقى تدعه يقولين ايه يا بشة عم السيد عاوز يزرع سنان الدكتور قال له هتزرع عظم الاول وانت قلت ايه عم السيد قال هقول ايه بعد كلام الدكتور قلت له ايه وانهي دكتور زراعة العظم دي عم سيد اختصاص دكتور التجميل مش دكتور زراعة الاسنان وبعدين تتعمل لما يكون لقدر الله عندك حدثة في بقك زي اللي بيركب مفصل ولا روباط صليبي انما تزرع عظم عشان تزرع عليه سنان يعني عبده طباخ عنده طباخ هتخش في ضيلمة كبيرة عم السيد الكلام ده ينفع للشباب ما ينفعش للرجال اللي فوق الستين من الاخر روح للدكتور وقول له اديني طاقم سنان متحرك زي بتاع زمان وسلام عليكم وعليكم السلام بيعجبني بقى ساعات في فاتية ابو العريفنا تبقى فاتية مركبة من التخريف يعني هو عندها ألف كمية تخريف وربع دايما بحب الفكرة بتاع تابو العريف دي لانا بسمع في كلام جديد بس بتسمعت ده في العياد هو الناس أصبح عندها وعي شوية خصوصا لو راح يعمل زراعة أسنان بيبدأ يبحث كتير الفترة الأخيرة انه يعرف هو هيعمل ايه بالضبط انما ابو العريف قال معلومات جديدة بالنسبة لي لا هي فيه بقى اكتر من فاتية مخيفة في الكلام بتوعه اولا فاتية الفاتي في تخصص اللي هو بيوجهك لتخصص معين غير تخصص تاني غير تخصص غير الأسنان الخاصة هو في الحقيقة انه يعني ما فيش اي حد بيعمل زراعة أسنان في الفك زراعة عظم في الفك إلا يا إما مكزيلو فيشيل سيرجري يا إما امبلانتولوجيست لإما بتاعة زراعة لإما بتاعة مكزيلو فيشيل الفاتية الثانية بقى المخيفة جدا انه هو ايه ألزم الناس اللي فوق الستين بأنهم يعملوا طاق لا هو يعني يمكن زراعة العظم بتكون أكتر في السن الكبير لأنه هو بيكون إذا كان سكر أو ضغط أو أي مشاكل صحية بتبدأ العظم ينحسر فيه السن الكبير أكتر من السن الصغير يمكن السن الصغير ممكن ما يحصلوش مشاكل إلا لو عمل حادث أو مثلا خلع فحصل مشكلة حوالين الخلع أو أي انفكشن أدى ليه تآكل عظم إنما هو أكتر في السن الكبير زراعة العظم انت نورته أبدعته كالعادة يعني بتفتح دايما مجالات للحوار مختلفة دايما بتنظر إلى المختلف وتتحدث فيه انت عندك إدراك كامل للناس ذاكرت لغاية فين فبتكمل كويس جدا في الحادث اللي أنت متأقن أن الناس محتاجة تفهمها بقى أكتر ما فيش حوار اتقال في الكلام الأكتر ما بنقولش دايما في حلقاتك كلام متكرر نمطي لكن دايما بيكون فيه كل جديد فأنت بتنورني دايما في الدكتور نورك يا دكتور واحد من نجوم عالم الأسنان دكتور محمد سامح الحديدي أخصاء زراعة وتجميل الأسنان وصعب مجلسير زراعة الأسنان من جماعة القاهرة والمؤسس لمراكز رايدنت لزراعة وتجميل الأسنان أبدع في واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق في عالم الأسنان وأكثرها علما وتفصيلا دايما تبعونا في الدكتور في كتاب رواد علم الطب في الحضارة العربية والإسلامية ينقل على الدفاع كيف عرف طب العيون قديما عند العرب والمسلمين في العصور الإسلامية بعلم الكحالة والكحال هو الشخص اللي عنده خبرة ومعرفة جيدة بالأمراض اللي بتصيب العين أما أشهر علماء العرب في طب العيون واللي أسهمت تجاربهم ومعلفتهم في تطور هذا العلم عبر السنين ابن الهيثم وهو عالم عربي كتب عن البصريات وتشريح العين في كتاب سماه البصريات وابن النفيس وهو عالم من دمشق كتب كتاب ضخم سماه المهذب في طب العيون مجزأ في جزئين في العلم النظري لعلم العيون وأدوية العيون البسيطة والمعقدة ترجمة نانسي قنقر أهلا بيكم واحدة من أرقى وأهم حلقتنا على الإطلاق مع واحد من قمم عالم جراحات العيون لكن خلينا أقول لكم أنه الموضوع النهاردة شديد الأهمية شديد الانتشار جفاف العين جفاف العين ناهيك على ارتباطه الوثيق بالممارسات الغلط اللي احنا بنعملها في حياتنا احنا بنتكلم على الموضوع شديد الانتشار لأنه حياتنا كلها بقت كلها مسببات لجفاف العين كلنا بنقعد قدام الموبايلات أو الآيباد أو الكمبيوتر لسعنواات طويلة مش هقولك لساعات عمرنا كلهم قضيينه مع الموبايل والحاجات دي وده من الأسباب الجفاف العين الجيل الجديد بالذات معرفش عنده كتير منهم بلاحظونه ما بيشربش مياه بشكل كافي كمان الإضافة لكده أنه إهمال أو سوء استخدام العدسات اللصقة العدسات اللصقة واحد من أهم الأسباب الخاصة وشيء مترادف لجفاف العين التعامل مع العدسات اللصقة هذا الكائن المخيف عدسات اللصقة دائما نقول عليها كائن مخيف اللي لم يخيفك الآن فهو سيخيفك بالتأكيد في وقت من الأوقات وساعات بيبقى المسألة مش خوف عادي لا ده مخيف خوف مزعج للغاية بمشكلة كبيرة يعني النضارات الشمس الغلط والأخري كل دي من العوامل المهمة بل إن فيها بحاجة جديدة بتربط جفاف العين مثلا سلبا تأسرها على الصحة الجسدية والعقلية يعني فيه دراسة قالت إن المرضى اللي بيعانوا من أعراض جفاف العين ممكن جدا يكون حياتهم أقل جودة من غيرهم في الناحية الجسدية وبالتالي كمان الاكتئاب والأخري بيكون مساثر عليهم الحاجة الغريبة جدا إنه الحياة المرتبطة بالرؤية بتتأثر بشكل كبير جدا طبعا الصداع النصفي فيه دراسة كمان غريبة وجميلة جدا ربطت الصداع النصفي بجفاف العين الله ده الموضوع مهم جدا الموضوع أكبر مما تتخيلون من ناحية الأهمية لكن تبقى العدسات اللصقة زي ماقوله نجم الشاشة في إحداث جفاف العين مش بس في إحداث جفاف العين عدسات اللصقة يا جماعة قم بلا موقوتة هو هو وحش أنت مربي معاك هيعودك إمتى أو يكلك ممكن الوحش الوحش لأنه هو مش هيسكت في يوم الأيام هيعمل لك مشكلة ضخمة لأن غاية إمتى وإزاي وفين ده اللي هنفهمه نارضر التفصيل مع ضيف العزيز الحقيقة اسم بنفتخر في وجوده معانا في الدكتور وفي الناس الحلوة بلا شك قدب الكثير جدا من الثقافة الطبية وطور فهم الناس لعالم صعب جدا عالم أمراض العيون بنفتخر بأداءه العلمي الفزي جدا في البحث العلمي والتقدمية الجبارة اللي بنشوفها يوميا في مشاركاته العلمية الحزيزة سواء في المؤتمرات داخل مصر وخارج مصر اسم علمي عالمي كبير طبعا في عالم العيون هو ميكستار الأنتيرو تشيمبر بلا شك واحد من أهم النجوم عالم جراحات العيون اللي ضيف العزيز الأساس الدكتور أحمد عصاف تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك إي حق إنه عنده حوال لكنه ما عندهش حوال هل الليزر السطحي أوبشن ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات لن ينسبها الليزك في حالات ينسبها الليزر السطحي والليزك وفي حالات ينسبها الليزر السطحي ما ينسبهاش الليزك الناس لسه بعد ده ثقافة التفلق بين الليزك وبين الليزر السطحي أنا عملت الليزك النهاردة جالي ما يبيضه بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هيجي لي ما يبيضه في نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزك نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجامعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجامعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجامعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا سبع تاشر بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجامعية الأوروبية ضيف العزيزة القملة على المال والمتميزة الأستاذ دكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون الأستاذ بكلية طب جامعة عن شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية وعضو جامعية الأمريكية للطب وجراحة العيون والجامعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو جامعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار صاحب 23 بحث منشور دوليا و35 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي لجامعية الأوروبية والأمريكية على مدار السنوات الماضية أهلا بك دكتور أهلا وسهلا وأنا ورني سعيد جدا بهذه الزيارة وجودك وسعيد باختيارك لماذا اخترت جفاف العيون ما هو جفاف العيون ولماذا اخترت هذا الموضوع جفاف العيون مشكلة كبيرة جدا وأعتقد أن هي مش واحدة حقها خالص تقريبا في أبحاث دلوقتي ظهرت وإحصائيات بتقول أن الجفاف العيون على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي أربعين مليون شخص بيعاني من جفاف العيون اللي هو بيرصدوه في العيادات في ناس عندهم جفاف العيون ماشيين في الشارع مش عارفين أنهم عندهم هذا النوع من أنواع المرض العصر يعني خلينا نقول ويقدر في على مستوى العالم أنه يكون أكتر من 200 ل300 مليون بني آدم عنده نسبة متوسطة إلى شديدة من جفاف العين أنا رأي أنا الشخصي بناء يعني على خبرتي بنشوفه في العيادة لا جفاف العين أنا تقريباً بشوفه حوالي 90% أو 70% من 70% إلى 90% من المترددين على العيادة وأعتقد الزملاء هيشاركوني في نفس النسبة دي تقريباً 70% إلى 90% من المصريين هنا هوت بيعانوا من جفاف العين فطبعاً ده حاجة منتشرة جداً مش واخدة حقها وكمان زي ما حقولت في المقدمة هي بتؤثر على اللايف ستايل أو الأسلوب المعيشي بتاع الشخص فيه برضو بحث لطيف جداً قال إن المرضى اللي عندهم جفاف العين عندهم الأسلوب المعيشي بتاعهم لا يختلف كثيراً عن مرضى الكلا اللي هما بيغسله يعني تخيل حضرتك المريض الكلا اللي بيروح يغسل مرتين أو تلاتة في الأسبوع أكيد أسلوب حياته مش لطيف قوي زي الشخص الطبيعي بالمقارنة جفاف العين مريض اللي عنده جفاف العين أداءه في العمل بيتأثر حياته اليومية بتتأثر نفسيته العامة بتتأثر الأسلوب المعيشي عامة بيتأثر إلى حد كبير شبه مرضى الكلا إيه هو جفاف العين؟ جفاف العين كان زمان يقال إنه هو نقص في طبقة الدموع على سطح العين وقاله إنه إحنا نستخدم عطلات مرتبة عشان نعوض هذا النقص وخلاص التعريف الجديد لجفاف العين هو لأ ده هي التهابات مزمنة نتيجة اختلال في الغدد الزيتية دي الغدد موجودة في حرف الجفن بتفرز مادة زيتية في الأوقات فيها جفاف العين بتفرز مادة مش زيتية بتبقى عاملة زي معجون الأسنين لونة أبيض كده هو زي الصديد هي مش صديد بس ببقى مادة دهنية مش مادة زيتية شفافة وما بتقديش الوظيفة بتاعتها أن هي تحافظ على طبقة الدموع وتمنعها من التبخر أو تقلل طبقة الدموع من التبخر الخلايا الدهنية دي اسمها ميبوميانجلاند أو الخلايا الدهنية الموجودة أو الزيتية الموجودة على حرف الجفن هي أكثر الخلايا اللي بتتأثر في وقت الجفاف العين وهي دي المسؤولة بنسبة 70% عن حالات جفاف العين جفاف العين دلوقتي ما بقاش مجرد نقص في طبقة الدموع لا ده هو التهابات مزمنة على سطح العين والقرانية والملتحمة المفروض سطح العين يكون أملس شفاف بهذا الشكل لكن في أوقات اللي بيبقى فيها جفاف العين بيبقى سطح العين نفسه ما بيبقاش أملس وشفاف بهذا الشكل بيكون في طبقة الدموع قليلة نتيجة التهابات مزمنة على سطح العين التهابات المزمنة دي بتبقى سخيفة جدا بيبقى المريض بيشتكي من حمرار وحرقان وساعات زيادة في إفراز الدموع إلى بعض العين شوف حقيقة طبقة الدهنية الموجودة على سطح العين بتؤدي كمان إلى تباين في مستوى الرؤي على مدار اليوم يعني ممكن بروي يقولك أنا أوقات ببقى شايف كويس وأوقات كتير ببقى شايف وحش مزغلل ونقوله ما عندكش حاجة ونظرك كويس والستة على الستة مش محتاجنا الضارة وما فيش ماء بيضة وما فيش مشكلة بس فيه أوقات كتير شايف حقيقة طبقة الدهنية عاملة ازاي دي بتعمل شبورة على عين الشخص بيبقى شايف كويس بسبب أن الطبقة الدهنية مش منتشرة بصورة متساوية على سطح القرانية والمريض بيشتكي من تباين أو اختلاف المستوى الرؤي على مدار اليوم دي مادة الدهنية اللي بتطلع المفروض تبقى شفافة تبقى عاملة زي الزيت لكن هنا طلعها على شكل معجون أسنان لأنها أبيض ثخينة سميكة ما بتقديش دورها أن هي تحافظة على طبقة الدموع على سطح العين وبالتالي داني يبقى نتيجة التهابات مزمنة في الغدد الدهنية الموجودة على الجفن والجفن كمان بيبقى فيه أوعية دموية غير طبعية موجودة وتلاقي الجفن دايما محمر باستمرار والمريض بيشتكي لعني حمره وجفن محمره بيحرقه مش شايف كويس وزيادة في فرز الدموع في بعض الأوقات مش دايما على طول فطبعا ما بقاش مجرد نقص في الدموع بقى مجرد مش عبارة عن التهابات مزمنة معاها نقص في الدموع معاها اختلال في وظائف الخلايا الدهنية في الجفن وكمان ألام نتيجة تدمير فعلا تدمير لسطح القرنية والملتحمة وتدمير للخلايا العصبية الطرفية الموجودة في القرنية فالمريض بيشتكي كمان من واجع في العين بيقولك أن حاس بواجع حرقان مزعج جدا سخيف جدا مش مخليه حتى يقدي عمله بصورة مناسبة السؤال دايما يعني إذن هي متلازمة هي متلازمة وده سؤال مهم جدا متلازمة ومؤزمنة يعني هتوعب معانا فترة طويلة الأسباب أسباب الحاجة التي ذكرت في المقدمة أشهر الأسباب لجفاف العين هو التبخر الدموع من على سطح العين تبخر الدموع بيجي نتيجة اختلال في الخلايا الدهنية نتيجة التعبات المزمنة في على سطح العين والجفن طب التبخر ده بيجي كمان ليه؟ بيجي مع التعرض للتكيف بيجي مع الصهر فترات طويلة بيجي مع قاعدة قدام الموبايل أو الكمبيوتر فترات طويلة بيجي مع التلوث بيجي مع الأدوية اللي بنستخدمها أدوية حساسية على سبيل المثال الانتي هستامينكس بتعمل جفاف العين أدوية السكر في ساعاته وأدوية الضغط كمان بتعمل جفاف العين في حاجات ما نقدرش نوقف مريض من أدوية الضغط علشان أعالي جفاف العين للأسف مش هيحصل الكلام ده إن هو يبقى خطر على حياته في حاجات الليزك عمليات إصلاح الإبصار بتؤدي إلى جفاف العين وكمان العدسات اللصقة تؤدي إلى جفاف العين تقريبا لو بصينا حوالينا هنلاقي حاجات كتير كلها بالزبط عشان كده 90% ما هو 90% معناها تصرفات الشعب العالمية وزادت كمان في الفترة اللي فاتت بسبب موضوع كورونا إنه ما بقاش في خروج كتير فإحنا عاديين في البيت بنعمل إيه؟ بنتفرج على مش ما بقاش في تلفزيون بالمناسبة معظمه بيحب يتفرج على ديشتال سكرين سواء موبايل أو آيباد أو كمبيوتر بيختار القناة اللي هو عايز يتفرج عليها عن طريق اليوتيوب أو أي مشابه من المنصات ويتفرج على البرنامج اللي هو عاوز وطبعا ده بيخلي سرعة تتبخر الدموء أسرع وهو ما عندوش اكتيفتيز تانية ما فيش نشاط تاني يقدر يعمله وما بينامشي بقدري فيعطوه النهار يتفرج على الموبايل والكمبيوتر بيزاعد على انتشار جفاف العين إذا كان هذا الأمر بهذا الانتشار وهذا القلق لماذا لم يسكر من قبل؟ ليه جفاف العين أصبح هو زي بيقولوا موضوع الساعة في البحث العين وكل مؤتمراتكم تتكلموا عنه آه إنه إحنا ما كناش فاهمينه قوي كنا متوقعينه أو كنا مستهنين بموضوع جفاف العين ما كناش فاهمين جفاف العين ولا يعني شوية الدموع نقص شوية على سطح العين خد قطر الترتيب وخلاص لكن فهمنا إنه هو ده التهابات مزمنة على سطح العين دي رقم واحد فبقينا فاهمين أكتر جفاف العين رغم إنه هو مش مفهوم بنسبة 100% حتى هذه اللحظة الحاجة التانية إن الحياة المدنية اللي احنا عايشين فيها والحياة الحديثة اللي احنا عايشين فيها من موضوع ديشتال سكرين زي الموبايل والكمبيوتر والآيباد واستخدام أو الإفراط في استخدام هذه الوسائل بيساعد على جفاف العين وانتشار عمليات إصلاح الإبصار بيساعد على جفاف العين وانتشار عدسات اللاسقة سواء الشفافة أو ملونة بيساعد على جفاف العين كمان وسائل رفاهية زي التكييف ده بيساعد على جفاف العين واحنا كمان لايف ستايل بتاعنا أو نمط المعيشي بتاعنا تغير بينا بنصر كتير كنا زمان على سبيل المثال اعتذكر وانا طفل صغير كان التلفزيون بيقفل الساعة 12 احنا بيكوننا بنام الساعة 9 هاتلي حضرتك طفل دلوقتي في جمهورية مصر العربية بينام الساعة 9 أنا كنت آخر طفل بنام في الحياة وكنت بنام الساعة 12 ماشي يعني ده كده 12 ده كده يعني المعدي اه معدي كنتنا بقعد اتفرج على الدكتور مصرفة محمود كان آخر برنامج بيجي يوم الثلاث وبعديه على طول السلام الجمهوري اتمنى اتمنى ان الاقي حد ده مساعة 12 طفل انا نشوف كمان جفاف العين والله بنشوف جفاف العين في اطفال صغيرين مش في ناس كبار بس في اطفال صغيرين ليه بسبب الموبايل والايباد والكمبيوتر في عمر محدد لا مافيش مافيش بقنا نشوفها يعني احنا كنا دائما نشوف جفاف العين تلاتينات اربعينات خمسينات بقنا نشوف جفاف العين في 16 سنة و18 سنة و10 سنين المريض لما بيجي بايه الوسائل التشخصية كان زمان بنعتمد على الفحص الكلينيكي لكن دلوقتي عندنا وسائل تشخصية مساعدة وتقنية عالية بحيث ان احنا نقيس طوقت الدموع كنا بنقول هي في الدموع شكلها ناقص لا شكلها قليل شكلها زيت شوية صغيرين دلوقتي احنا بنقيس سمك طبقة الدموع على سطح العين وبالمناسبة طبقة الدموع دي مش مجرد مية لا ده هي مية 90% ومادة بروتينية بنسميها مخاط وكمان عليها طبقة زيت من على السطح التلات طبقات دول بقينا نعرف كمان نفرق ما بينهم بالوسائل المساعدة الموجودة وسائل حديثة نقدر نحدد كمية الجفاف العين نقدر نقيس دلوقتي الجفاف العين قد ايه نقدر نيعرف المشكلة جاية منين اساسا جاية من الطبقة المخاطية ولا جاية من الطبقة الزيتية هي اشهر الاسباب بيبقى نتيجة نقص في الطبقة الزيتية او اختلال في الطبقة الزيتية زي ما قلت قبل كده نتيجة اختلال في وظائف الخلايا الدهنية العينين لما بيجوا كتير منهم بياخد ما يسمى باطرات مرتبة الاطرات المرتبة دي لابد فيها من برسكريبشن طبي ولا ممكن الواحد ياخدها اوتوسين لا ممكن دي الحاجات المريض يستخدمها بدون وصفة طبية ممكن ياخد اي اطرات مرتبة السيداء اللي ممكن يقول انا عايز اطر الترتيب هيدي له اطر الترتيب ممكن يستخدمها بدون حد اقصى من المرات وممكن الاطرات ما تخلص يقدر يستخدمها تاني اطرات الترتيب بنستخدمها في علاج اول مراحل من جفاف العين وهي بتنقسم الى نوعين فيه نوع فيه مواد حفظة وظهر بعد كده هوت انواع تانية ما فيهاش مواد حفظة لان بعض المرضى بيبقى عندهم حساسية من المادة الحفظة اللي مودة فيه الاطرات فممكن يستخدم اطرات فيها مادة حفظة لان ان يعنينا مش مستراحة عليها قوي ممكن يرجع المريض تاني يطلب من السيداء لأطرات ترتيب ما فيهاش مواد حفظة وبتيجي على صورة امبولات صغيرة بلاستيك بيفتح الامبولة يحط الاطرات وما فيهاش مواد حفظة فهو بيرمي الامبول بعد كده ويستخدم امبول تاني بعد شوية وزي ما قلت قبل كده بدون حد اقصى من المرات كل ما يحس بحرقين او شكشكة او احساس بجسم غريب في العين اللي هي عارض جفاف العين او تفاوت في الرؤية ممكن يحط من الاطرات دي زي ما هو عايز فيه ناس بتستخدم اطرات مرتبة لكن ما بتتحسنش اه ده هي مشكلة بقى هنا هوت ان الاطرات الترتيب دي اول مرحلة احنا كنا زمان فاهمين ان علاج جفاف العين هو اطرات الترتيب نقطع السطر لا احنا erhöنا ان جفاف العين دلوقتي التهابات مزمنة على سطح العين فبقا ان نستخدم اطرات الترتيب زاءت كمان اطرات تانية مضادة للالتهاب قد تشمل ساعات الكورتزون لازم يكون تحت اشرب طبيب نستخدم اطرات مضادة للالتهاب سواء الكورتزون او ما فياش كورتزون على مدى طويل فترة طويلة مع اطرات الترتيب زائد بعد كده عندنا وسائل أخرى مساعدة لأن ما بقاش الموضوع متوقف على العلاج الدوائي أو الأطراط بس لأ بقى عندنا وسائل مساعدة دلوقتي تساعدنا أن احنا نقلل احنا مش هنلغي جفاف العين بالنسبة 100% لكن نقلل أعراض جفاف العين ونحسن المستوى المعيشي بتعمريت جفاف العين إيه الوسائل مساعدة الأخرى؟ حاجات كتير ممكن نستخدم حاجات زي السدادات للقناة ده ما هي نحافظ على طبقة الدموع على سطح العين بنستخدم دلوقتي جلسات تنظيف للجفون بحيث نحن نسلك القنوات بتاعة الخلايا الدهنية الموجودة في الجفن عشان تفرز الإفراص بتاعها بصورة سليمة على سطح العين وتحافظ على طبقة الدموع منتشرة الأطول فترة ممكنة على سطح العين ما عندنا كمان حاجة اسمها جلسات نبضات ضوئية بقينا نستخدمها كمان عشان نحفز الخلايا دي تتحسن من الإفراص بتاعها ونقتل لو كان فيه ميكروبات كمان ممكن نقتل دي جلسات نبضات ضوئية بقي تتعمل في العيادات ما بتخشش يعني مش محتاجة ان احنا نعملها في مستشفى أو حاجة زي كده هو دي عبارة عن ضوء مش ليزر الضوء بيتاخد بموجات معينة مختارة بحيث الموجات دي بتمتص عن طريق الهيموجلمين اللي في الدم وده بيسخن الجلد في لحظة معينة عشان يقتل أول حن فيه ميكروبات وفي نفس الوقت بيحسن إفراز الدموع وبيحسن كمان الخلايا صحة الخلايا نفسيها بتبقى أحسن بعد هذه الجلسات وده إجراء بسيط بياخد له المدثواني بس في العيادات وبيتعمل على طول المريض بعد كده بيرجع يمارس حياته بشكل طبيعي عشان كنا فيه مرضى كتير أو بيسألونا أقدر يسوق العربية بعد الجلسات دي لا بيسوق العربية ما فيش قطر التوسيع ولا حاجة خالص احنا بنحط جيل بس لفترة معينة قبل الجلسات وبنشير الجيل بعد كده وبيمارس حياته بشكل طبيعي خالص ويرجع يسوق تاني إحنا ممكن نعمل الجلسات دي تلات مرات أربع مرات ده البروتوكول المعتمد دوليا ممكن تتعاد على حسب رابط المريض زي ما احنا عايزين هل ممكن نعمل جمعة بين أكثر من وسيلة للعلاج؟ آه طبعا طبعا فيه بروتوكول دلوقتي ممكن احنا نستخدم بروتوكول لعلاج جفاف العين فيه ناس عندهم درجة عنيفة جدا من جفاف العين ما ينفعش معاها للأطرة الوحديها ولا وسيلة واحدة من الوسائل المساعدة بسعب نستخدم كل الوسائل علشان نحسن درجة الجفاف عند المريض ممكن نستخدم الجلسات تنظيف الجفون زي ما ذكرت قبل كده هوت ممكن نستخدم معها جلسات النبضات الدوائية وممكن كمان ناخد جلسات أو اللي هي السددات القناة دمعية دي جلسات تنظيف الجفون برضو ده إجراءة بسيط بتعمل في العين ده الهدف منه باختصار شديد أن الخلايا الدهنية الموجودة في حرف الجف ما بتفرش الإفراص بتاعها بسبب أن هي مسدودة بخلايا ميتة فإحنا بننظف زي قشور بالزبط بننظفها دي حاجة إحنا صعب أن ننظفها في بيتنا حتى لو استخدمت الشامبو بي بي جونسون حتى لو استخدمت قط نوعات تمزح جفونك بالشامبو مش هتعرف تنظف الخلايا دي نحن بنستخدمها فرشة مخصوصة عشان ننظف فتحات الخلايا دي فبالتالي مجرد من ننظف فتحات الخلايا دي الإفراص يرجع بصورة طبيعية تاني يحافظ على طبقة الدموع أطول فترة ممكنة دي سدادات الخلايا الدمعية برضو ناس كتير بتتخاف يقولك أنا هركب سدادة شكلها عامل إزاي ما بتبانش خالص ودي هنا هوت الجلسات النبضات الدوائية ممكن نستخدم الثلاث حاجات دول بالمناسبة في مريض واحد يعني المريض ما يستعجبش إنه هو درجة الجفافة عنده ممكن تختلف من شخص للتاني فسعب نستخدم وسيلة واحدة سعب نستخدم وسيلتين سعب نستخدم ثلاثة بالإضافة إلى العلاج الدوائي في صورة الأطارات هل في عوامل تانية مساعدة للألاج؟ ولا إحنا قلنا كده كل العوامل؟ تقريبا قلنا معظم الحاجات لكن ابعد عن الحاجات اللي بيعملها ده بسؤال مهم جدا إن إحنا دايما بقول المريض إن جفاف العين فيه جزء عليها وفيه جزء عليك فيه هومورك فيه واجب المريض لازم يعمله إحنا قلنا أسباب جفاف العين أكتر حاجة هو سرعة تبخر الدموع من على سطح العين اللي هي مع الكمبيوتر مع الصهر مع عائلة النوم مع التكييف فبالتالي فيه جزء على المريض إن هو يعمله يحسن بقى شوية من أداءه شوية معنى إن هو مش لازم يوضع على الكمبيوتر خمس ستة سبع ساعات متواصل لو شغله يوحطم عليه إن هو يوضع على الكمبيوتر ثمان ساعات أو عشر ساعات زي ما بنشوف في الزملاء في البنوك أو ما شابه ممكن كل ساعة يقوم من مكانه ويعمل أي حاجة ويرجع تاني يستخدم أطرات المرطبة سواء حس بشك وفعنيه أو من غير ما يحس بحاجة مجرد ما يحط الأطرة 3-4 مرات في اليوم هو إلى حد ما بيحافظ على طبقة الدموع السليمة على سطح العين يقلم من الصهر مفيش داعي بعد ما يخلص شغله يقعد يمسك الموبايل عشان يلعب شوية على الفيسبوك أو الواتس آب لا مفيش داعي نريح حنينة ممكن يمسك كتاب أهوى من ما يمسك الموبايل أو الكمبيوتر ينام بدري يهتمد بالنظافة الشخصية في نظافة الوش والجفون ده مهم جدا يشرب مياه كتير بالنسبة لعدسات اللصقة هذا البعضة يعني طبعنا نتعامل معها زي إحنا كرمنا كتير في الموضوع ده وقلنا أرجوك يا جماعة لعدسات اللصقة مش بديل للنظارة لعدسات اللصقة دي اعتبروها زي الميك أب يعني أنت خارج في مناسبة في فرح في عيد ميلاد البس لعدسات اللصقة عايز تنزل الشارع تروح الشغل البس لعدسات اللصقة لكن مش لازم أعتمد على العدسات اللصقة بنسبة 100% وأرك أن النظارة أورميها خالص لا هي النظارة هي الأساس والعدسة اللصقة دي مساعد أو مكمل للنظارة مش بديل للنظارة مش بديل للنظارة طب يعني الحاجات الأساسية في التعامل مع العدسات اللصقة مهم جدا أن هي تتقلع تتقلع كل يوم لو المريض بيستخدمها كل يوم وأنا مفضلش كده تتقلع كل يوم لازم بتلحط في المحلول ومحلول يتغير برضو كل يوم عشان محلول التعقيم يحافظ على نقاء ونظافة العدسة وينظف العدسة من البروتينات أو ترسبات الموجودة على العدسة ولازم المريض لما يحس بأي شكوى في عينه مع العدسات اللصقة مفيش داعي أنه يعاند ويكمل اليوم بالعدسات اللصقة يقلع العدسات اللصقة ويلبس النظارة ويكمل اليوم بتاعه بالنظارة ويتوجه لآرب دكتور عيون يشوف يتأكد أن ما فيش مشكلة في عينه أقلفنا كان طبعا بما أن فيه فاتي كتير جدا في عالم العيون وفي عالم الجفاف تحديدا يعني أكتر فاتي في الدنيا فإحنا ابتكرنا الشخصية قلنا هي اللي تعرض لنا كنا بنقعد ناشتم في الفتيين ونقعد نتكلم عنهم بشكل سلبي رحنا مقلفين شخص اسمها أبو العريف سمتها أنا أبو العريف وبدأنا نكتب السكريبتات لأشهر أساليب الفاتي الفاتي المصري فاتي زكي يقول الكذبة في وسط جملتين صدقة يعني يقول جملة الأول صادقة يعني يعبب بيها وبعدين يقول بعد كده تخريفة جمدة جدا فتعالا بقى سمعك الشخصية اللي احنا ابتكرناها وترد عليها شخصية أبو العريف فليتفضل يا بيشة مع احترامي لحضرتك واحترامي لسيادتك جفاف العين أخر ومعروف يا أطرة يا مرهم الأطرة مش جايبة نتيجة غير للمرهم المرهم مش جايب نتيجة غير النوع بدل ما بين كذا نوع للأطرة وكذا نوع للمرهم مش معقولة بعد الجولة الطويلة بين الأنواع تبقى لسه محتاج جلسات ودكتور عيون ليه يعني؟ ده زمان كان العين يجيله جفاف في كل جسمه كان حله جسه غير محلول معالجة الجفاف ده للجسم كله هنيجي على جفاف العين ونكبر الموضوع I can't believe myself لا ده مخافية لا طبعا I can't believe myself طبعا في تعبيراته هو عنده فكرة أطرة دي ده يعني كلمة مطلقة لا هو ده اللي بيحصل فعلا المريض بيجينا على فكرة بكيس أطرات يعني مريض جفاف العين بيجينا بكيس أطرات يقول لك اتفضل أنا ماشي على الأطرات دي كلها وبدلت كل الأطرات بيه وماشي صدلية متحركة ماشي على الأطرات فهو الفهم واقف على الأطرة لا على الجفاف العين مش أطرة وطبعا لو رجعنا من عشر سنين فاتت هنقول إن هو كان ممكن أطرة تحل المشكلة لأن ما فيش الوسائل اللي بتؤدي إلى الجفاف العين اللي موجودة حاليا اللي احنا ذكرناها اللي هي التكييف والصهر وقلة النوم والموبايل وديشتال سكرينز اللي عميني نتكلم عليها دي فطبعا زمان أنا فاكر يعني جدي ووالدي وهم تسعى الأخبار عشر احداش اتناشر يعني بكتير وخلاص ومنهم ندي فرصة علينا تستريح إحنا الكلام ده دلوقتي قاعدين 24 ساعة صهرانين فالحياة المدنية الليزك هو حد كان بيعمل اسم عن الليزك من 30-40 سنة فاتت ما كانش الكلام ده موجود دلوقتي الليزك والليزر السطحي وزارة عدسات الحاجات دي كلها والعادسات اللصخة تعمل جفاف فالموضوع لازم يتطور مش هيتوقف بقى عند الأطرة اللي احنا كنا بمستخدمها زمان لا في حاجات تانية فما علش يعني ما احترامي لأبو العريف يعني لا عايزين وسائل مساعدة تانية علشان الناس تستريح في حياتنا اللافت للنظر كمان هو تعبيره عن كلمة أطرة هو بيقول أي أطرة أي أطرة آه إن في بعض العينين بيجون بأطرة بمضادات حيوي ماشي عليه بقى له تلات سنين أطرة أنتيبيوتك مضاد حيوي أقول له بتتستخدمها ليه أقول لك أطرة الدكتور كتبها لي كتبها لك تلات مرات في اليوم ومدت أسبوع مش مش الأبد يعني سيبي تريحني هي بتريحك عشان هي أطرة هي سائل مش عشان هي مضاد حيوي يجي بعد شوية يكون حساسية من المادة الفعالة اللي في الأطرة وتلاقي يعنيه بعد كده هو تبقى ورمت وحمرت بالسبب إن هو ماشي على الأطرة بقى له سنين طويلة ما لهاش سبب يعني ما لهاش أي سبب أو مبرر إن هو يستخدم دايما أقول إن التعامل مع الأطرة أشبه بالتعامل مع قنبلة إن التعامل المصريين مع الأطرة كأنها بتتعامل بيلعبوا بالأطرة كأنه بيلعبوا بقنبلة هيا المسألة إنه ممكن القنبلة ما تنفجرش فعلا ممكن ألعب وديها لصاحبي وبصاحبي يحدثها لي ومبلة لكن فجأة أو اللجل حظ مع ناس تانية تروح منفجرة بس هنستسنى بس أطرات الترتيب عشان هبننكلم على حلقة الجفاف أطرات الترتيب للسيدة المشاهدين استخدموا أطرات الجفاف زي ما أنتم عايزين بدون حد أقصى من المراد بدون وصفة طبية إحنا هنا بنقول لكم خدوة بين الوصفة طبية أطرات الترتيب الترتيب اللي هي أطرات الجفاف لكن أطرات الكورتيزون أطرات مضادات الحساسية أطرات المضادات الحيوية لازم وصفة طبية لازم وصفة طبية أنت نورت وشرفت وأبدعتك العادة الله يخليك وأشكركم وأشكر سادة المشاهدين وأشكر برنامج أنا اللي أشكرك أنت لبيت الدعوة اللي دايما بنفتخر بقبولك لها وأمودك معنا ألف شكر ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة الأساس الدكتور أحمد عساف فأساس طب وجرحات العيون بكلية طب جامعة نشام زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو جمعية الأمريكية لطب وجرحات العيون وعضو جمعية الأمريكية لجرحات المياه البيضاء وجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار واحد من ميجستار زال عالم العيون وطبعا أكيد ميجستار عالم الأنتيرو تشيمبر كان فيه الدكتور خليكم دايما محانة مع الدكتور بحسب منظمة الصحة العالمية زادت معدلات السمنة في العالم بأكتر من الضعف خلال الأربعين سنة الأخيرة سنة 2014 تم رصد أكتر من 2 مليار بالغ من سنة 18 سنة فأكتر يعاني من زيادة في الوزن وأكتر من 600 مليون شخص مصابين بالسمنة المفرطة أكتر من 40 مليون طفل تحت سنة 5 سنوات زائد الوزن أو مصاب بسمنة مفرطة وإذا كان تغيير نمط الحياة في العالم كله في السنين الأخيرة مسؤول عن تضاعف معدلات الإصابة بالسمنة فالاجتهاد الزاتي لمعالجة المشكلة دايماً غير مجدي وفي المقابل جراحات السمنة تطورت وتنوعت عبر الخمسين سنة الماضية وشهدت قفزة كبيرة علمية وعملية بزيادة معدلات اللجوء لإجراء إحدى جراحات السمنة وطبعاً من المتوقع زيادة كبيرة في السنوات القادمة في العدد وفي التطور مع زيادة معدلات السمنة وزيادة الأمراض النتجة عن السمنة اشتركوا في القناة وطبعاً من المتوقع الآن يمكننا أن نقوم بزيادة أحاول أن أعطيهم بزيادة المشكلة، ليس بزيادة المشكلة أستخدم بزيادة المشكلة ستساعدت أحاول أن نقوم بزيادة المشكلة أهلاً بيكم النهاردة يوم مهم جداً في عالم مهم عالم جراحات السمنة مع قيمة علمية كبيرة في هذا العالم لكن خلينا أقول لكم أنا محتاجين نعيد النظر في جعل كيفية جعل الأباء والأمهات صالحين أن يكونوا أباء وأمهات كلمة قاسية لكن وقعية هسألك هو هسألك أنت فعلاً تنفع تكون أب؟ بكلم جداً تنفعي تكوني أم؟ هل أنت فاهم أساساً أن المسألة دي مسألة سهلة؟ يعني مجرد ما أنت خلفت بيئة أب أو أنت خلفتي وبتغيري لولادك وبتجيب لهم لبس وأواء الأخيرة بيئة أم؟ لا فيه حاجات كثيرة جداً جداً كتيراً قوي من ناحية التربية طبعاً ومن ناحية السلوك ومن ناحية التقومي النفسي وأواء الأخيرة أنت مسؤول كلكم مسؤول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته المسؤولية من ضمنها مسؤولية الأكل التغذية اللي احنا شفنا دا نموذج اللي كده أن أنت ممكن تكون لها مبالغ بتجيب الأكل لولادك أو فرحان قوي أن أنت بتأكلهم أكل كتير فرحان قوي أن أنت فوسحتك بالنسبة له من أن أنت بتوديهم يأكلوا فاصفود مبسوط جداً أن أنت بتجيب لهم أكبر كمية أكل ممكن تدخل في العمارة كلها بتدخل في شئتك أنت فرحان بكده وبتفتخر بكده بس أنت بتموت عيانك بالمعنى الحرفي أنت بتجيب لهم سمنة أو سمنة مفرطة أحياناً والمسألة بتتطور لأمراض قد تكون مبكرة بتلاقي الطفل في سن 14، شاب 16، 20، بدأ يجي له سكر وفي ولاد جالهم ضغط في سن صغير جداً كتير حاجات كنا بنشوفها قليلة يعني إحنا زمان كنا بنعلم تلمسين لهم إيه؟ إيه ست ضغط؟ 3% من الأطفال عندهم ضغط أنا بقول إن الكلام ده اختلف تماماً مش 3% مش 3% من الأطفال خالص، الورق اختلف مش كام في المية من الأطفال عندهم سكر كلام أضرب في 2 أو في 3 على الأقل بسبب إن حضرتك مش أب جيد لولادك بتكلم جد جداً الموضوع خطير إن أنت بتاخد أولادك ففسحتهم بالنسبة لك مش تلعبهم رياضة ده في أبهات ما عندهمش ببدأ مش فكرة الرياضة دي يلعب لهو عايز يلعبه يروح يلعب في الشارع أو في أي كوباوند إذا كانت قاعد يشوف المكان بتاع الكورة مفيش حاجة اسمها إن أنا أخده من إيده وفي تدريباته أو من ضمنه وظيفي إن أنا أحرص على إن الوقت يبزل أقصى جوت موجود ولو زاد وزنه كيلو أبدأ أكلمه في الموضوع ده أقول له انتزهت وزنك ليه وفهمه وإلا أو إذا كان فعلاً بقى خلاص حصل له متابوليك دسقور ده ودخل فيه سمنة مفرطة أكون عندي الشجاعة إن أنا أتخذ القرار إن أنا ممكن أعمله عملية لو في السن المناسب وبالشرط المناسبة اللي أنا فهمها النهاردة الأبوة الأمومة مش مجرد كلمة دي مسئولية هنفهم النهاردة إيه سرها أو جزء كبير من المحيط بها ضيف العزيز القمع المال كبيرة والإسم اللامع في عالم جراحات السمنة اللي بيبدأ في حواره دائماً وبيمتعنا الحقيقة بأسلوب علمي راق جداً وفي نفس الوقت يصل إلى القلوب وبنسمع كل تفاصيل وقصص وحكايات جراحة السمنة ومحيطها من كواليس نقول عليها دائماً حلقة عن الأسرار والكواليس لهذا العالم المسير عالم جراحة السمنة ميجسر هذا العالم والإسم المتميز للغاية الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظر بكلية طب جامعة إن شامس المدير لوحدة جراحات السمنة بمستاذ شوادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية والخاصة على أعلى تصنيف جودة دولة في جراحات السمنة السرطي أهلاً بك أهلاً وسهلاً عايزة أبدأ بسؤال سمنة الأطفال إمتى نقول على طفل إنه بيعاني من سمنة مفرطة في البداية اسمح لي إن أنا حيا حضرتك وكل السيدة المشاهدين وكل فريق العمل حيا طبعاً إن أولادنا غاليين علينا جداً وكمجتمع يمكن عربي أو مصري خصوصاً الأطفال عندنا ليهم قيمة كبيرة جداً ومنخاف عليهم قوي وطبعاً إحنا بنبتد نعرف يعني أن السمنة المفرطة في الأطفال بتبقى يعني مختلفة شوية عن سن الناس الكبيرة أكتر في السن وإحنا في المجتمع المصري ما بنمشيش على الجايد لاينز اللي هي فوق يعني الكتل اللي هي فوق الأربعين نقول عليه سمنة مفرطة بالبالعكس إحنا بنبقى عايزين يزيد عن كده كمان عشان نقول إن ده محتاج لإنقاص وزن بصورة فعالة قد تكون إجراء لعملية تكميم المعدة أو تحويل المصار في بعض الأوزان اللي هي الضخمة اللي ممكن يكون معها سكر أو ممكن يكون حاجة بقى من منتابولكسندروم التي قد تحتاج إلى تحويل المصار فببساطة الطفل اللي هو كاسر وزن مئة كيلو اعتبر وعنده سمنة مفرطة محتاج لحاجة لإنقاص الوزن منها العمليات التي تجرب المنزار زي تكميم المعدة في معظم الناس أو الأطفال أو تحويل المصار في بعض الأوزان أو في بعض الحالات الصحية في سن الأطفال الحقيقة طبعا إحنا برضو بنزود شوية وبنقول إنه مش بس الوزن يكون كاسر المية ده إحنا ببقى يعني لأنه طبعا إنت يعني الثقافة نفسها إنت عايزت تنورها للأهل وعايزت تنورها للمجتمع إحنا لو فتحنا المجال ده لو قللنا البادمسا إنكس يعني في السن الكبير ممكن نقول 35 زائد كمور بذي يعني الوزن على الطول مرتين كاسر 35 يعني مش 35 كيلو يعني لكن الكتلة نفسها أو الوزن غير مناسب للطول بنسبة صغيرة إنت عندك عدد كدير جدا زي في الكبار يعني لكن في الأطفال خليك فوق الـ 40 وكمان يكون عاك مشاكل للسمنة المفرطة يعني بيجينا مثلا طفل مش قادر ياخد نفسه أثناء النوم أو بنت متغيبة على المدرسة بسبب السمنة المفرطة عملالها أزمة نفسية تقوس في المفاصل وصعوبة فيه إن هي تمارس رياضة وتمارس حركة وتمارس نشاطها اليوم بصورة يعني مظبوطة دول يعني محتاجين لإنقاس وزن بصورة فعالة مش هنمشي على تغذية علاجية بقى لأنه أحيانا ما حدش وصل لك أصلا المراكز بتاعت الإنقاس الوزن بيكون مجربش إنقاس الوزن بالطرق التقليدية أو بالتغذية العلاجية أو بالطرق اللي هي التحفصية فطبعا وزن بالبساطة كده يكون كاسر فوق المية يعني طفل كاسر وزن فوق المية أو أقل بشوية يكون عنده سكر يعني 80-90 كيلو طوله قصير والكتلة معدية الأربعين ويبترى يبقى عنده مشاكل صحية قد تكون سكر في بعض الحالات يبترى يعمل له العملية زي تكميم المادة هي الأرجح في سن الأطفال ليه زادت السمنة المفرطة؟ أسبابها إيه؟ أنا كنا الأول نشوف طفل واحد في المدرسة كلها بيعني من السمنة المفرطة دلوقتي العدد بقى أكبر الحقيقة طبعا مميكنة اللي احنا عايشينها طريقة الأكل اختلفت خالص والحقيقة طبعا أنا أمكن شايف أن المجتمع دلوقتي بيحافظ على الأطفال يعني على قدر المستطاع يعني الأسر دلوقتي بقت فعلا هي شايلة هم الطفل اللي وزنه زايد وأنا دايما بقول لهم بيبقوا جايين يعني عندهم يعني نوع من الحزن الشديد إن طفلهم أنا ميل النهاردة أنا لسه قبل ما ماجد تصويركن لسه مخلص بعض الحالات في العيادات بتاعتنا في المراكز بعد الطفل ما خرج يعني جاي يعمل عملية وابتدت خدت الهيستوري بتاعه وتجيزناه كويس جدا ما بأخرجه وابتده يشرح لي المقاسي بتاعته وبتاعت الطفل من صعوبة النوم من صعوبة الحركة بقول لي يعني هو مش عايش يعني حياته الطبيعية كما يجب احنا يعني عندنا ألم نفسي أكتر من الطفل نفسه ومش عايز تكلم يعني قدامي بالمشاكل النفسية منش خير أثناء النوم طول الوقت مش قادر ياخد نفسه وهنايم من حياته اللي هو ما هو طفل وزنه فوق المئة كيلو إزاي أقول له مارس رياضة؟ رياضة إزاي يعني ما هو ما فيش مفصل أصلا يشيل وزنه فوق المئة كيلو قل له اجري هيجري إزاي ما هو أنت بتطلب منه حاجة مستحيلة نفسه مكروش مش قادر ينام بصورة منتظمة مش قادر ياخد نفسه أصلا فده طبعا أنت أقول له إلعب رياضة طب حجم نفسك عن الوجبات أقول له ما تاكلش هو في هايبر انسولونيوميك ستيت الهايبر انسولونيميا اللي بتحصل عند الأطفال بتخلي عندهم حاجة يعني زي شراها للوجبات اللي هي فيها طاقة عالية هو مش عايز يأكل أكل هو عايز حاجات فيها طاقة عالية من الشوكلتس والحاجات اللي هي الفاست فودس كلها كل الوجبات اللي فيها طاقة عالية هو جسمه كده هو فيبر انسولونيوميك ستيت الانسولين زايد بصورة مرضية بيدفعوا لأكل الوجبات اللي فيها طاقة اديه سكريات يبقى مستكفي اديه حاجات مياه غزية يبقى مبسوط جدا اديه العصير بسكر كتير يبقى مبسوط عايز يأكل حاجات فيها دهون عايز حاجات فيها مقليات عايز حاجات قصدي أنه الطفل معذور وبعدين برضو احنا معلش يعني عايز اقول حاجة أن الأطفال احنا مش لازم نشايلهم الهم أنه هم السبب في السمنة أبدا ده انت مورس له الجين ده من أب أو أم أو خال أو عم هو عنده قليل قوي اللي تلاقي الطفل هو سبب في السمنة المفرطة طفل ايه ما هو مولود كده هو طول عمره عنده يعني عايز اقول حاجة 99% من الأطفال اللي بتجينا في المراكز عندنا أصلا عندهم سمنة ورساية بتلاقي الأب أصلا عنده مشكلة أو الأم أو الخال أو العم فلا يعني مش عايزين نشايل الأسر أكتر ما لا تطيق والطفل برضو مش عايزين نشايله أكتر ما يطيق طفل 11-12 سنة هو أصلا مولود كده هو عنده جيناته الورسية الهرمونز بتاعته هي جسمه كده ده مرض سمنة مفرطة chronic inflammatory disease ده مرض مزمن شديد الخطورة فلا نجلد أطفالنا ولا نجلد الأسر الحقيقة لأنه الأسر دلوقتي بقت غير زمان عندهم ثقافة عالية جدا والأسر دلوقتي حاملين هم الأطفال بس هي اللاج في أنه الطفل ما يقدرش يقض قرار هو ما يعرفش إيه صح هو ما يعرفش الطريق اللي يخص بيه هو لا يعرف حاجة عن تغذية العلاجية ولا حتى لو عمل تغذية العلاجية هو لا يمكنه الاستمرار عليه عليه لأنه طفل في الأول في الأخر فمشكلة كبيرة هي محتاجة يعني يعني محتاجة تدخل ومحتاجة أنه بقى في اللي احنا بنعمله ده زيادة الثقافة وزيادة أنه إيه الحل ما هو لو الأسر عارف إيه الحل المزبوط وهتعمله هو بس المشكلة أنه ما فيهش أصلا الكنسب نفسه مش موجود تعمل طفل إزاي عملية 11 سنة لا ده موجود عادي جدا طب يمارس في كل العالم مش بس عندنا في مصر لا ده طب عادي جدا وطب منظم متابع جايد لعينز موصوف بس هي الفكرة أنه تصل الفكرة بالصورة المزبوطة يعني بحيث أنه يبقى الموضوع ماشي بنظام إمتى يكون القرار هو إجراء عملية بالنسبة للطفل يعاني من سبنا من فرطة هو منظام الصحة العالمية من سنة 91 عموما الكتلة اللي هي كسرة الـ 35 وعنده كوموربيرتس يعني عنده مشاكل من السنة كتلة في الجسم اللي كسرت 35 35 طب الأطفال بقى احنا مخليها الأربعين كمان ومش بس أربعين ده احنا مخليها فوق الأربعين بزيادة ويكون مضاعفات واضحة جدا بحيث أن احنا يبقى قدمنا يعني بنحاول نحن نخصصه بالطورة التقليدية كذا مرة ويكونوا الأهل ابتدوا تغذية علاجية سابقة لذلك وبالتالي ناخد قرار لإنقاص الوزن إذا كتلة كسر الأربعين وابتدى الطفل يشتيك من مشاكل صحية وده يمكن أعلى كمان من الجايدلاينز بتاعة وزارة الصحة العالمية الأهل بيبعدهم تخوف يعني بيجيلك لو كان عيان مثلا عنده تلاتين أربعين سنة بيعمل عملية تخوفاته نقدر يقول بتبقى فيه ورقة فلوسكاب بيسأل فيها لكن الطفل التخوفات عبارة عن كتب جايبينها بيسألوا فيها طبعا إحنا بنكون مكان كل أب وكل أم والحقيقة إحنا عايزين نقول إحنا مكانكو في أخذ القرار إحنا مكانكو في الطريقة المزبوطة مش كل طفل هيجي عنده شوية وزن زيادة نعمل له عملية الأطفال فقط اللي هما محتاجين لعمليات هما اللي هيتم لهم إجراء العمليات إحنا بناخد أبسط أنواع العمليات اللي هي عمليات التكميم هي أبسط أنواع العمليات اللي تجرى لإنقاص الوزن في الأطفال بعيدا خالص عن أن هي تأثر على النمو بعيدا أثر على الهرمونات وخصوصا البنات اللي صغيرين بقى عندهم من 11 سنة وزيادة الأهل بقى عندهم بأنه ده هيأثر عليها هرمونايا بالعكس ده السمن المفرطة هي أكتر حاجة تلخبط الهرمونات عند البنات وعند الولاد كمان أكتر حاجة عمليات تكميم المعدة ما هي إلا تصغير لحجم المعدة لا تؤثر على الامتصاص فهي لن تؤثر على الأكل اللي الحجب تأكله ده أكل طبيعي جدا فلا يعني يوجد أي نوع من التخوف من إنقاص الوزن عن طريق عمليات تكميم لأنها عملية سهلة ما هي إلا تصغير لحجم المعدة لا تؤثر تماما على ومتابعتها يعني بسيطة خالص لأنها مش زي تحويل المسار هي عملية قائمة فقط على تقليل كمية الأكل تقليل كمية الوجبة زيادة الشبع تقليل الجوع ودي أكتر حاجة هي مفيدة فيها يعني طبعا فيه جزء هرموني إحنا مش بيصددوه إنه الجزء المستقصل من المعدة اللي إحنا بينشيله عشان نصغر المعدة بيستقصل بهرموناته اللي هي الأنتي إنسولون هرمونز من ضمنها هرمون مشهور يمكن الناس عرفها ويمكن المهتمة باسمنا اللي ده هرمون الجريلين أو هرمون اللي هو بزود الشهية للأكل أو بزود الجوع أو بزود قدرتنا على أن احنا أثناء الوجبة لوحدة المعدة توسع يعني أثناء الوجبة هو كل ما بتاكل المخ بيوسع المعدة بتاكل كمية أكبر فده بيتم استقصال أو تخلص من نسبة كبيرة منه وبالتالي بيأثر على الطفل بصورة صحية مصبوطة يرجع لحياته الطبيعية فهي عملية آمنة تماما تجرب المنزار خلال فتحات صغيرة إقامة أقل من 12 ساعة في المستشفى بل في معظم الأطفال ما بيحتاجوش أنهم يعودوا من 12 ساعة كاملين بيبعزين الروح فعلا لأنها هي عملية من ضمن العمليات التي يمكن إجراءها في منظومة الفاست تريك اللي هي إقامة صغيرة في المستشفى بس بمشي خطوات من خطوة 1 لخطوة 12 يتضمنها بقى حاجات تحضيرية للأطفال يتضمنها يعني إزاي تجرب بفتحات صغيرة للطفل المسكنات يبقى جرعاتها مضبوطة بأدوية متطورة ما بتسيبش حاجات زي الدرنقة أو في الأطفال وقت العملية لا تعدى النصف ساعة في معظم الأطفال لأن العملية بتبقى أنت بتعملها أتيز لأن جدار البطن بسيط الدهون أصلا بسيطة المعدة نفسها جدار المعدة نفسه سهل أن أنت تبيهندل دي يعني أنت تتعامل معاه ببساطة يعني فهي عملية آمنة تماما وأنا بطمن كل الناس وقال لهم ده طب محترم بيجرى في كل أنحاء العالم آمن تماما منجز في إنقاص الوازن لا يؤثر على الامتصاص لا يؤثر على النمو وخصوصا البنات لأن أنا متوقع السؤال ده بقى في عقول كل السيدات اللي بي عندهم أطفال أو بنات يعني في سن صغير هي عملية جميلة جدا أنا أنصح بيها تماما السن المناسب يعني من 11 سنة وإحنا طالعين ويمكن كمان 11 سنة ده إحنا بنعود معهم بيتم تقييمه عن طريق الطب النفسي والتغذية العلاجية بيبقى فيه شوية تحضرات يعني ونشوف الطفل ده أصلا يعني هو المنتالي بتاعته أصلا مستوعبة ولا مش بالتغذية لأن أحيانا طبعا بقى فيه صعوبة في الكوميونيكيشن أصلا مع الطفل فده يعني يعني ما بنعملوش عملية بيتم تقييمه مظبوط وإذا كان هو يعني الطفل نفسه مستوعب العملية المنتالي بتاعته بيعرفي كوميونيكيث مع معنا يعني بنعمله العملية بأمان من سن 11 سنة يعني أحيانا طبعا بنعمل في سن 9 سنين بس يعني الوزن بقى مأثر قوي على الحالة الصحية يعني بنتجاوز على السن شوية في سن مبكر افترض أنه عندنا طفل 9 سنين ووزنه كاسر 100 كيل ورجليه متقوسة وعنده صعوبة في التنافس أثناء النوم لدرجة نوم بيعرفش ينام على ظهره أصلا طول الوقت قاعد على طول الوقت ما بقدرش يفرد ظهره يعني أو ينام بصورة يعني مريحة طب ده هتعمله إيه ما هو لازم تعمله عملية لإنقاص الوزن طبعا عايز أقول حاجة أنه يعني برضو دايما بسترس أن القرار في إيد الأسرة يعني هي الأسرة هي المسؤولة ليس الطفل يعني لأن طريقة الطفل اللي هتأخر عليه هو داخل في مشاكل قد تكون صحية مزمنة في سن مبكر زي السكر طبعا والضغط اللي يعني يبتد انتشر بصورة كبيرة جدا مع السن المفردة مع الأطفال احنا بنلاحظ ذلك حالات السكر في الأطفال زادت جدا من فترة الأخيرة جدا والضغط زادت بشكل مستغرب يعني احنا كنا فين عبا كل فاضح أولا متابوليك سندروم ما بيفرقش ما بين واحد سنه كبير سنه صغير هو متابوليك بروسس هي بتحصل في كل الأعمار فيه 17 سنة بلاقي عنهم ضغط معدل 200 سيستول 130 وسكر طبعا الإجراءات المتبعة هل تختلف عن الإجراءات المتبعة بالنسبة للكبار في الجراحة السنة ولا حاجة بالبالعكس ده هي أسهل يعني الطفل اللي هو يعني دايما بيكونوا ميديكالي فري ما بيكونش عندهم أصلا مشاكل صحية يعني قد تعوق إجراء العملية أو قد تعوق أنه هو ينام تحت بنج فترة قسيرة لأن احنا لو قررنا طفل 11 أو 15 سنة بواحد تاني 60 سنة الـ 60 سنة بيبقى عنده تحضير أصعب شوية قد يكون عنده مشاكل في القلب مشاكل متعلقة بالسكر مشاكل متعلقة بالتنافس أثناء النوم أو التنافس عموما بأمراض مزمنة يعني بيتم تحضيرها قبل العملية لا الطفل لـ 15 سنة أو أكبر أو أقل شوية هو ميديكالي فري يعني هو ما عندهش سكر في معظم الأطفال ما عندهش مشاكل في التنافس في معظم برضو الأطفال يعني قصد تحضيره سهل يتم إجراء طبعا بالرغم من ذلك بيتم عمل بروفايل زي طبعا حاجات معملية زي صورة الدم السيولة وظيف كبد وظيف كلا بنعمل طبعا تقييم للقلب تقييم للتنافس قبل العملية بصورة يعني بنعمل سكرينينج للطفل بصورة طبية مصبوطة وإجراء العملية أسهل بكتير جدا أثناء العملية وقت قصير الريهبيليتيشن أوعادته لدراسته أوعادته لنشاطه الطبيعي بيكون في وقت أقصر بكتير جدا من الناس اللي هي الأكبر سنة التكميم أم تحويل المصار أنت كلمت كتير عن التكميم ميال للتكميم الحقيقة ميال للتكميم لأنه أنا يعني طبعا إحنا بندي فيتامينز ما بعد تحويل المصار بصورة مكسفة إحنا مش محتاجين الطفل بيسترسد يعني بفايتامينز ديلي كل يوم ياخد فيتامينز بصورة كبيرة إحنا جوزت إحنا عايزين نقلل كمية الأكل فقط لكن إمتصاص الأكل لا يمكن التأثير عليه يعني آكل واجبة فيها الحوم فيها خضار فيها فواكه تمتص كاملة مش عايزين نأثر عليها خالص احتياجه للفايتامينز أقل بكثير من تحويل المصار وعايز أقول حاجة إذا كان هناك يعني حتى داعي لإجراء تحويل المصار في السن الصغير حتى لو وزن كبير كسر مثلا 150 كيلو أو أكتر اعمل تكميم دلوقتي هي أخف شوية أخف في المتابعة وعايز أقول حاجة إن السن الصغير استفادتهم من العمليات أكثر بكثير من الناس الكبير حرقوا كتير عضلاته كويسة الجهاز الحرق في جسمه عموما أفضل بكثير بيتحرك أكتر يعني لو قررنا يعني السن يمكن حياتها ما يدخل في الحياة العملية أكتر بيبقى مكتبي أكتر بيبقى مميكن أكتر لكن الأطفال يمكن عندهم وقت للنادي عندهم وقت للدراسة بيتحرك بيروح بيخرج يعني بيبقى فيه استفادة أكتر من السن الأكبر دايما الحوار نسمعه كمان من المرضى أو أهلهم بيكون له وقع على الأذن رائع جدا بنستمتع بتجربتهم الشخصية وخصوصا أنه هما بيكون عندهم قدر من الثقافة الطبية في المجال بعد ما مروا بتجربهم فيه بيخلينا نستفيد إحنا كمان من التجربة إحنا كأطباء نستفيد من التجربة نستفيد من رد فعله من نفسي ده علم مهم جدا 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 ولذلك الاستماع دائما إلى المرضى تجربة أنا نفسي بسعى أننا أستمتع واستفيد منها أقصى استفادة تعالوا نسمع مع بعض قولي يا أحمد سنك كيف؟ كيف مفت؟ قولي الوزن الزايد اللي عملك ده يعمل لك مشاكل إيه؟ إيه المشاكل اللي عمليها لك؟ نفسي بروح ومزورها في نامي ولا نعملها أي حاجة وزن 6.80 كيلو الدكتور كريم يعمل لي عملية تكمل مهدى علشان لما بيجي ألعب مع صاحبهم بقدرش ألعب ولما بنام بنهج وبشتكي من داري على طول وزني 109 جيت له الدكتور كريم عشان أعمل عملية عملية تكميم صاحب ما بيرقدوش يلعب معي ومش يلاقي لبس كل ما جاء لعب معاهم يقول لأ وكل ما جاء يجري معاهم يقول لأ أنا أسمى محمد عند 12 سنة وزني 109 وعملت عملية تكميم مشكورة الدكتور الكريم خرجت تمشيت وشربت كده عملنا عملية تكميم بقنا أزيق بقنا كم ساعة بقنا 8 ساعات 8 ساعات عملية تكميم مهدى بس بعد ساعتين بدأ يتحرك ومش أعرف وشرب مية بعد 4 ساعات وبدأ زي ما تشايف بدأ فاق الحسن.. الحمد لله أنا قلعها طالة مصطفى سن 11 عادي عملي عملية تكميم مهدى وزني قبل العمليةyor كانت 87 و دلوقتيأت أواحد صبعين بقيت بالعب مع أصحابي وبجذي وبروح للجم و حياتي تذبطت بعد العملية ودكتور كريم ما هو السبب اللي ديفا غني Trip وشكرا دكتور كريم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الطفرة الجراحية الهائلة التي نقلت عالم الجراحة نقلة مبدعة نقلة مليئة بالامان بعناصر الامان بعناصر الربد ريكوفري او البعد عن كثير من المضاعفات التي كانت معتدة في وقت مال الجراحات مع احترامنا طبعا الجراحات التقليدية التي مازالت موجودة وبقوة ولكن المناظير لها بريق خاص جدا وخصوصا في التعامل مع نوعية معينة من الاجهزة مثل الجهاز البولي هي في كل الاجهزة لكن الجهاز البولي له خاصية عند المصريين اولا الثقافة الخاصة بالتعامل مع الجهاز البولي انا شايف انها محتاجة كثير من التطور امراض الجهاز البولي منتشرة جدا في ربوع مصر لكن هل تعلمون شيء عن الجهاز البولي هل تعلمون اساسا تشريح الجهاز البولي اعتقد انه فيه ناس كتير فقدة او مش مذكرة لهذا دي بسرعة شديدة جدا لازم نفهم الجهاز البولي مكون من كليتين وحالبين الحالب هو ناقل للبول بعد تكوينه من الكلة لينزل فيه مغزن مهم جدا هو المسانة البولية ثم يمر من المسانة البولية فيه مصار مشهور جدا هو اليوريثرا ثم ينزل بعد ذلك الى الخارج لازم نفهم انه عندما تتعامل معها نوعية دي من الاجهزة جهاز البولي بالدقة حالب هذا المسار الدقيق اعتقد انه او الكلى بالمسارها او بتكوينها الدقيق وايضا بتجاوفها وهواء الاخيري لازم يكون عندك ميزة مهمة جدا هي المناظر المناظر بتعطي سعة في التعامل كبيرة للغاية مع نوعية مثل هذه الاجهزة ونوعية الامراض المتعلقة بها خلونا النهاردة نبحر في عالم المناظر في عالم المناظر البطن عموما واكيد الجهاز البولي سيكون جزء مهم جدا من عالم المناظر ضي فيه ورائد قدير في عالم المسالك البولية وفخر لنا احنا بنستضيفه وبيقبل دعوتنا وبيسعدنا بحوار علمي على ارقى مستوى هتسمعه القمة العلمية الكبيرة والقمة الجراحية المتميزة استاذنا استاذ الدكتور حسد شاكر نقدر نقول في العشرين سنة الاخيرة تم استبداء الكثير جدا من العملات الجراحية بمناظر البطن المناظر لانها كيان مرتبط بتكنولوجيا مرتبط بالهنداثة الطبية هتطور التطور كبير جدا تطيب التكنولوجيا تقدر ان احنا تخلينا نعمل عملات مماثلة للعملات الجراحية ومضاعفات أقل كلمة الزكية هي مناظر تيامرونة فيها تكنولوجيا عالية قدت الى ان المناظر فعلا بقت اقصر قدرة اسهل على الجراح اسهل على المريض قللت فقدان الدم المثالك الناس ما تعرفش تترجم اعرضها ولذلك المناظر افادت كدا في اكتشاف كثير من حلول لمشاكل عديدة في المثالك البولية مصر من اكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المثالك البولية موسيقى الأستاذ الدكتور حسن سيد شاكر أستاذ جراحة المثالك البولية جماعة عين شمس زميل جماعة تورونتو وماك جيل بكندا عضو جماعيات جراحة المثالك البولية الأمريكية والأوروبية عضو جماعية التحكم البولي الدولي موسيقى موسيقى أستاذنا وطبعا يعني الرائد القدير أستاذ دكتور حسن شاكر أستاذ جراحات المثالك البولية بكل الطب بجماعة عين شمس وزميل جماعة تورونتو وماك يال بكندا وعضو جماعية جراحات المثالك البولية الأمريكية والأوروبية لورتنا فندي مشاركة من هذه الزيارة المناظر دخلت بقوة أو بمعنى صح أزاحت الكثير من الجراحات جانبا وحلت محلها وكان ده له تأثير كبير جدا أقصد يا منظر البط مش لما مخدريين صح؟ فعلا يعني نقدر نقول في العشرين سنة الأخيرة تقريبا تم استبدال كثير جدا من العملات الجراحية بمنظر البط وليه أسباب كثيرة جدا جدا يعني طبعا كلنا نعرف العملات الجراحية لما متشوف عيان بعد العملية عنده جرح كبير جدا الجرح ده يعني بيميزه بقيت حياته فده على طب نعرف أنه عملية جراحية طبعا أول حاجة للعيان من الناس بيشوف الفرق ما بين منظير الجراحات التقليدية ومنظير البط هو الجرح وهو ده اللي باين من برة وده اللي كثير من الناس ده اللي بيهمهم بيهمهم إن الجرح ده هوت طبعا يبقى بجرح صغير جدا أو يكاد يكون غير مرئي فبالنسبة له هو ده الفرق ما بين الاتنين لكن حقيقة ده الفروق البسيطة جدا ده الجرح اللي هو اللي بتاع العملية بكل عملية الكلا بيبقى الجرح بتاعها الجرح كبير جدا ومشاكل الجرح الكبير ده هوت إنه ممكن بيكون معرض للتهابات ممكن يكون معرض لفتء جراحي بعد كده هوت طبعا لما نقارن الكلام ده هوت بجروح المناظير يعني الواحد بيشوف الفرق فعلا الجروح المناظير جروح مختلفة يعني طبعا يعني أكيد أكيد جرح بسيط جدا جدا يعني بالظبط هو المناظير هي حم نعمل نفس العملية الجراحية بالظبط بس من خلال إخرام صغير جدا جروح صغير جدا لاتتتعدد نصف سنتر جرحين أو ثلاثة أو في المجرحات المناظير الحديثة بتبقى جروح أصغر كمان كمان ده من وليك الناس هما بيشتغلوا بيكون من غير فتح جراحي خالص في البطن من خلال إن هي الجروح الصغيرة جدا بهية ده شكل المناظير لكن ما هوش ده الفرق الوحيد صغير لا الفرق تانية كثيرة جدا عدم تعرض الأجهزة الداخلية لي الجو وغرفة العمليات ده بيخلي المريض بعد العمليات بيبتدي يرجع بسرعة جدا لطبيعة الحياة معها والأجهزة الأخرى من تتأثرش بيه المناظير بالجو وغرفة العمليات ده زي ما احنا شايفين هواة يعني جروح صغيرة جدا بتاعتها المناظير البطن احنا حاطين أسهم من هواة لأنها مش باينة حتى بعد مثلا شهر شهرين خلاص ما بيتش باينة باشك المفروض الصورة تطلع مغير أسهم صحيح ما بيتش هاتبان خالص فلكن الفروق ما بتوقفش عنه هنا مناظير البطن ممكن احنا نستطيع تكبير بيها الأعضاء خمس ستة مرات العيان بسرعة بعد كده بعد ما بينزل في نفس اليوم بيقدر ياكل بيقدر يتحرك بيرجع للشغل في خلال أيام بسيطة جدا بالمقارنة بالجراحة التقليدية بياخد وقت كبير جدا عشان يقدر يرجع لحياة الطبيعية بالإضافة أن التكبير اللي بيحصل مع جراحة المناظير ده بيخلي فقدان الدم أقل كتير جدا من الجراحة التقليدية بيخلي كمان الأعضاء أنها ترجع لطبيعتها وعملها الطبيعي أسرع كتير جدا كمان بيخلينا أضغط كتير جدا من الجراحات التقليدية فعشان كده المضاعفات بتبقى أقل كثير المناظير لأنها يعني كيان مرتبط بتكنولوجيا مرتبط بالهندسة الطبية فتطورت تطور كبير جدا واكتسبت اسم متنوع ما بين الزكية وما بين فائقة التصوير بس كلمة زكية دي مرتبطة بالمناظير جدا جدا فعايز أعرف تطورات اللي حصل هو المناظير البطن دي بتدت من مدة كبيرة جدا يعني أول ما جات الفكرة لدكات الرواد في عمل المناظير كان من 100 سنة مثلا لكن طبعا التكنولوجيا ساعتها كانت تكنولوجيا ضعيفة جدا فالمراضير حقيقة ظهرت من المدة دي كلها لكن لم تتطور وما كانش ليها تأثير واضح في الحياة الجراحية وحياة المرضى اللي يمكن في آخر 20 سنة في 20 سنة بقى الأخيرة بتادي يحصل تطور كبير قوي لأن ابتدت بالتكنولوجيا تقدر أن احنا تخلينا نعمل عملات مماثلة للعملات الجراحية ومضاعفات أقل يعني مثلا وضوح بتاع المناظير ابتدأ يزيد جدا غرف العمليات تطورت جدا غرف العمليات دهيت مثلا لما تبص فيها تطور من كل حاجة أول حاجة التخدير تخدير تطور بشكل كبير جدا خلينا نحن نقدر نعمل عمليات مناظير البطن دهيت بيسر كبير جدا اللي في النص ده هو ده المتسميه التاور بتاع المناظير التاور بتاع المناظير ده هو ده فيه بقى شاشات عالية الوضوح كاميرات عالية الوضوح أكثر دقة تكبير وهكذا جايجي على الصورة الأولينية دي لأن هي اللي فيها الأجهزة كلها فيها الشلة أيوة اللي في النص اللي هو التاني جهاز من على الشمال أيوة بالظلط كده الأولين ده بتاع التخدير اللي في النص دهوت ده هو الارتطور بتاع المزير أو اللي فيه كل حاجة في المزير فيه مصدر الضوئي ده طبعاً تلوقتي بقى عالي قوي جداً ما كانش زي زمان اللي كمان فيه حاجات اللي هي الأجهزة اللي بتنفق البطن عشان نريد نشتغل جواها دي بقت حاجات أوتوماتيكية وضيقة وبتسخن الهوى ده كله وده اللي بيعمل فرق الأساس لما بينها وما بين الجراحات التقريدية اللي هي بتبقى معرضة لدرجة حرارة الغرفة هنا بطن المريض مش معرض خلص لدرجة حرارة الغرفة لأجهزة المساعدة مثلاً ده جهاز المساعد اللي احنا منسميه البلازما أو منسميه بالانجليزي Vessel Sealer الVessel Sealer ده احنا زمان كان أي وعاء لو احنا عايزين نقفله لازم نقفله بيا إما بالربط بيا إما بحاجة اسمها كوتري دلوقتي بقى الVessel Sealer ده كإني بربطه ده بيلحم الأوعية الدموية يمنع نازيف الدم مش كده بس في الليزر كمان تدخل جداً في الكلام ده في أجهزة كثيرة جداً ده مثلاً المع움 أجهزة الليزر بتستخدم في مناظر البط أجهزة مساعدة كثيرة جداً خليت تطور بتاع مناظر البط كبير جداً في آخر 20 سنة الأجهزة المساهمةaguهية مش بس سهمت في إنها تطور مناظر البط لاكمان تطورت الجراحة التقليدية لأن أجهزة دي كمان بتستخدم في الجراحة التقليدية فالتطور اللي حصل في مناظر البطن عاد كمان بالفايدة على الجراحات التقليدية كمان ودي حاجة طبعا تخلينا يعني نشوف ان التطور العلمي لما بيحصل ما بيحصلش في منطقة واحدة وبيتجنب المناطق الأخرى كثير جدا من التطورات اللي بتحصل في تخصصات معينة بيبقالها تأثير على مناطق أخرى يعني مثلا الليزر أول ما ظهر ده ظهر في الجراحات التقليدية وبعد كده ابتدي نستخدمه في جراحات المناظرية يعني في مناظر البطن وهكذا ورغم أن التطور ده كله حصل حتى هذه اللحظة احنا كل ده بنسميه مناظر البطن التقليدية لأن مناظر البطن في آخر 3-4 سنين اتنقل اتنقلة جديدة كمان في التطور بتاعها اللي حضرك تفضلت بتسميتها المناظر الزكية هي المناظر كلمة الزكية تعاني لنا احنا أو حتى للعامة هي مناظر قادرة على أنها تتعامل مع مواقف صعبة تيامرونة فيها تكنولوجيا عالية فتقدر تدخل في أماكن يمكن ما كانتش المناظر القديمة تقدر تدخلها أو لو كانت دخلت كانت تتعمل مشاكل يعني ده المعنى اللي أنا بفهمه صح؟ هو خلينا نقوله هو مناظر الزكية دهية ما هواش تطور واحد وحاجات كثيرة جدا حصلت في المناظر فقدت إلى أن المناظر فعلا بقت أقصر قدرة أسهل على الجراح أسهل على المريض أسهلت وقت العمليات قللت فقدان الدم تغييرات كثيرة جدا حصلت في آخر 5 سنين بالذات أو يمكن 10 سنين اللي ناقلت ناقلة كبيرة جدا أو واحد دي من أول حاجات اللي حصلت اللي هي المناظر ثلاثية الأبعاد أو 3D طبعا الكاميرات العادية بتاعت المناظر التقليدية دي كاميرات صناية كأنني بتفرج على التليفزيون بالزبط لما تشوف هنا الجراح لابس نظارة زي نظارة بنلبسها في السينما 3D دي لأنه هو الشاشات دهية طبعا هي مش بينة هنوط لك الشاشات دي ثلاثية الأبعاد دي خليتنا كأننا قاعدين جوا بطن المريض يعني كأنك قاعد في وسط قوضة الحركة بتاعتك بقت حركة أسهل كتير جدا البعد الثالث اللي احنا ما كناش منشوفه المناظر العادية بقى ما تشوفه بسهولة أكتر كتير الخياطة أسهل كتير جدا كأنك بتعملها بيدك فالنقلة 3D اللي حصلت خلت جراحات المناظر للجراح أسهل كتير جدا مش هو ده الحاجة فقط الصورة اللي علقتنا الشمال دي ده المنظر مش التقليد العادي ده الـ High Definition كمان أو اللي هو منظر عالي الهضوح عملوا حاجة اسمها Spectrum Shift Spectrum Shift ده هو عبارة عن تغيير في الطيف بتاع الضوء عشان في الآخر خالص لما تبص الفرق ما بين الصورتين الصورة اللي علمين ده كأنه واحد جاب ألوان ورسم الأقوعية الدموية رسم الأعضاء يعني فيه حاجات بينة في الصورة اللي علمين مش بينة في الصورة الشمال مع أنه هما نفس المنطقة بالظبط اللي هو التغيير الطيفي ده هو اللي حصل ده بيلعبه في الطيف بتاع الضوء الجهاز نفسه وبيقدر بقى يميز لك جيدا الأقوعية الدموية يميز لك الأعضاء يميز لك الأورام فيخليك وانت بتشتغل تبقى الرؤية عندك أخصر ووضوحا جدا ده طبعا بيترجم ترجمة كبيرة جدا على نتائج العملية يعني لو عندك ورم مش واضح هيوضح أكتر عندك أوعيدة موية مش واضحة هتشوفها أحسن وطبعا يقلل فرصة إصابتها يقلل الحدوث النزيف يقلل أن الواحد يبقى في منطقة هو مش فامة كمان ابتدت تدخل الآلات الميكانيكية أو روبرت روبرت أنستومت دي آلات زي ما انت شايف دي حركة ايد الجراح الآلة بتتحرك زيها بالظبط أنتو في المثالك رواد الحقيقة روبرت صحيح يعني أكتر ناس في العالم تشغل بالروبرت جراحي المثالك صحيح يعني أحنا أكتر فعلا استفادت من الروبوت طبعا أنت عندك رينج واسع كبير جدا من أنك يبقى عندك آلات بس روبوت مع 3D مع الـ Spectrum Shift أو اللي هو التغيير الطيفي أو أنك يكون عندك روبوت كامل في غرفة العمليات دي طبعا حسب إمكانات المستشفى حسب اقتناع الجراح يعني دي مثلا من آلات آلة من الآلات الروبوتية دي من الآلات اللي هي آلية زي ما الجراح بيحرك إيده بره الآلات دي بتتحرك جوه بالزبط لدرجة أنه كمان بتنقلي الإحساس مش مجرد أنه أنا بحركها بس لا الإحساس لما الضغط اللي أنا بضغطه بإيدي من بره بيوتر الجملة جوه والعكس المقاومة بتاعة الأنسجة بحسها في إيدي بره فالكلام ده هو طبعا خلى زي ما بقول حضرتك كأنه يقعد جوه بطن العيان بشتغل بإيدي طبعا ده من غير ما نفتح بطن العيان خاص دي قيمة مهمة ما تستهونوش بكلمة من غير ما نفتح بطن العيان فتح بطن العيان دي بيعرض الأمعاء وبيعرض الأجهزة داخل جسم الإنسان للهوى لهوى الغرفة وده بيعمل التسقاط ده بيعمل التابات وهو ده سبب التسقاط بعد كده اللي بتحسن أسباب كثيرة جدا صراحة أول حاجة إن المريض يعني متشوف المريض بتاع اللي هو الجراحة التقليدية بيتأخر جدا في النقاحة بتاعته بالمقارنة بالمريض بتاع المناظر البطن يعني هما بيعابلها مناظر البطن هبتطول أكتر من الجراحة التقليدية في الوقت في قضل العملية لكن بتشوف مريض مناظر البطن يوميها بالليل أين بيتمشى ويتحرك وتاني يوم الصبح بيشرب ويوميها بالليل ممكن في كتير جدا من العملية بيخرج غير ما الجراحة التقليدية رغم إنها وقتها في غرفة العملية أقل لكن المريض بيخده مدة كبيرة جدا عشان يرجع لطبيعته تاني وده سبب أساسي عشان فتح بطن المريض ديت لأنه دي بتبقى بيئة غير طبيعية بالنسبة مهما كان قوى غرفة العملية معاقم لكن درجة الحرارة مش مظبوطة كمان فاكتور الثاني احنا مش فاهمنا حتى هذه اللحظة اللي بتخلي المريض دهوات بيرجع لطبيعته أسرع كتير جدا من مريضات الجراحة التقليدية المثالك استفاغت كثيرا جدا أنا عايز أروح للبرانش يعيني إن المصريين بيتأخرو أنا شايف كده إنه المثالك الناس ما تعرفش تترجم أعراضها ولذلك المناظر أفادت كدا في اكتشاف كثير من وحلول لمشاكل عديدة في المثالك البولية فأنا عايز أتكلم عن المناظر والمثالك هو طبعا إحنا من البلاد المشهورة جدا على مدى تاريخنا بمشاكل كثيرة جدا في المثالك البولية طبعا إحنا من البلاد اللي هو أبتوليات بالهرسيا وعشان كده هو يعني أسات زيتنا القدامة من أكتر الناس اللي اشتغلوا في جراحات المثالك البولية وهو لدى اللي ادينا في مصر ريادة في جراحات المثالك البولية يعني أنا لا أدعيه لكن احنا بقول أن مصر من أكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المثالك البولية سواء التقليدية اللي كانت في الخمسينات والستينات والسبعاليات عند أسات زيتنا أو في الجراحات الحديثة دلوقتي وده رقم واحد بسبب الواضع اللي احنا فيه ان احنا عندنا أمراض مزمنة كانت بالهرسيا وتلوقتي لأسف ابتدأ التلوث اللي هو أساسا فيه السجائر والعادم بتاع السيارات اللي أدى إلى إصابتنا بكثير جدا من الأوراب جراحات المناظير ساهمت مساهمة كبيرة جدا في علاج تقريبا تقريبا كل أنواع الجراحة التقليدية بقت جراحات المناظير بتستبدلها بقت بتدفل مكانها لدرجة لما تبصي أنت في الجايدلاينز أو الإرشادات على مستوى العالم فيه جراحات بقت تلوقتي ممنوع تعملها غير بجراحة المناظير يعني مثلا الأورام الغدد الفوق الكلوية الكذرية الكذرية دي تلوقتي ممنوع أنك تفتحه إلا لو فيه سبب واضح جدا يخليك ما تقدرش تستخدم المناظير يعني أورام ضخم جدا وامتشر وكلام دوت فأنت كده كده تفتح فتحة كبيرة جدا فمن أجدعه مناظير لكن لو ورم مثلا حجمه هو العادي اللي احنا منشوفه لأ حرام أنك أنت تفتح المريض الأورام الكلا يعني مثلا في فيديو هنا وقت الورم في الكلا بيستعصل بمناظير البط من غير ما نفتح المريض ده بردك حرام أنك تفتح المريض فيه أمرات كثيرة جدا أخرى الأورام البرستاطة الخبيثة أورام المسانة الاستقصال الجزء المسانة الزرع الحالب الضيق الحالب ضيق اتصال حوض الكلا بالحال تقريبا ما سبناش مرض اللي بتعام المناظير ده ورم على في الكلية بتاعة المريض ده هوت وزا ما نشايف هنا هنا هوت احنا جوه بطن العيان احنا مش فاتحين بطن العيان احنا نشغالين جوه بطن العيان بالملازير اللي احنا شايفينه نوره قوي ده ده ليزر بقطع بقطع الورم او بشيله ورم ده هوت من غير موقف الدم عن الكلا خالص غير في الجراحات التقليدية لازم اقفل الدم عن الكلا عشان ما يحصلش نزيف هنا لاني بستخدم الليزر الليزر ده هوت مش بس بيقطع الورم ده هوت لا كمان بيمنع اي نزيف خالص زي من شايف ان هو الامور بتمشي بسرعة خالص لغاية ما بنستقصل الورم ده الفقدان الدم تقريبا يكايد يكون منعدم يعني كلام فرق خالص فقدان الدم كمان في نفس الوقت ان الليزر ده هوت بيدخل لطبقات عميقة عشان لو فيه خلايا احنا مش شايفينها بيعنينا بيقتلها خالص طبعا الكلية نفسها بتستفيد انها لما ما تقطعش عنها الدم باقية الكلية بتبقى في صحة جيدة حاجة زي كده حرام تفتح مريض زي ده هوت لان مريض زي ده هوت بيستفيد جدا من جراحة الملاثين الأجهزة المساعدة لزي الليزر دي فادتنا جدا سهلت علينا العملية الثري دي والتغيير الطيفي وكلام ده يعني شوف هناك بعد ما خلصت انا هناك باستخدم الليزر عشان اي خلايا انا ما شفتهاش او فضلت في الكلا بقدر ايه ان انا اقتلها كمان طبعا انت حكم في النزيف شايف كل حاجة ما عنديش أدنى على فكرة الصورة هنا مكبرة يعني نقطة الدم بتبان كأنها بقعة كبيرة صحيح يعني مثلا المريض ده هوت قولي يفقده مثلا 30-40 ملي 32-40 ملي اه مش اكتر من كده يعني شوف حضرتك ده شكل السطح بتاعك كلا بعد ما تشيل اللون البني ده ده السطح ده بعد ما تعمل بالليزر عشان لو فيه اي خلايا خلاص الخلايا دي مات فاستقصال البرصاتة بالمناظير البطن ده برضك من الحاجات عادي عملية ضخمة جدا بالفعل تلوقتي بقت عملية يومية المريض بيعملها يومين ثلاثة بيروح مش زي قبل كده اسبوعين ثلاثة في المستشفى وعذاب وبول يطلع منه وحاجات زي كده لأ الموضوع بقى مختلف كمان هي عملية لسه عملية كبيرة لكن من مغزين البطن بتبقى عملية صحة برضك الفيديو اللي معنا ولينا الحكاية ده هو تكلب صغير جدا لكن بيوري قد ايه ان الموضوع بقى سحق البروستاتة في الاستقصال الجذري البروستاتة استقصال الجذري ميكون ورم كبير شوية في البروستاتة اللي مش قادرين ان احنا نستقدم له حاجات موضوعية او علاج بوري بفهم نستقصر البروستاتة بكل شيء حواليها فالصراحة المناظير سهلت جدا جدا على مش الدكتور بس والمريض كمان استقصال في المستشفى بس هي طبعا حاجة لازم نقول انها دي من الحاجات اللي محتاجة تدريب طويل جدا ومحتاجة مش تدريب بس للدكاترة للسطاف كمان للتمريض للتكنيشنز بصورة العمليات فهو زي خبرة جماعية عشان تقدر اي مستشفى تتقدم في هذا تنورتنا فنم وشرفتنا ويعني زيارة غالي علينا طبعا ضيف العزيز الاساس دكتور حسن شكل والاساس جراحات المسالك البولية الاساس بكل طب جامعات عدد شرمس زميل جامعة تورينتو مكيل بكنتا عدو جامعيات جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية الرائد القدير لأمراض المسالك البولية والمناظير كان ضيفي فيه الدكتور خليكم دايما مع المناظير والدكتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نتشخيص التشخيص ده واحد من أهم الفنون الطبية أي كلمة التشخيص لأننا عرف هذه الحالة المرضية إيه هي سببها إيه وصلها لأنهي مرحلة كيفية القرار فيها هيكون الزي مهم جدا الكلام يعني مثلا لما مريضة تيجي نكون عندها تأخر إن جابوا نعمل لها حقنا مجهري مرة فيفشل نعملوا تاني مرة بقى سليم معينة أو بإضافات معينة فيفشل فنلجأ لتالت مرة فيفشل بقى عندي فشل كذا مرة متكرار فشل حقنا مجهري التشخيص هنا مهم جدا جدا بنت تيجي عندها أكياس دموية على الارض مبيض وفيه برضو تأخر إن جاب تشخيص الحالة تأخر إن جاب بسبب هل هو بسبب بطانة راحل مهاجرة وكيس دموي موجود على المبيض وهل أتدخل ما هو التشخيص هيتضمن قرار العلاج هل نتدخل لإزالة هذا الكيس من على المبيض أم سيكون تدخلنا في هذه الحالة مضر للمبيض ولمخزونه تشخيص مهم أشخص ست عندها ورم ليه فيه أسيبه التشخيص ولا أقرر إن أنا أجري له جراحة والجراحة دي تكون بالمنظار أو بأساليب أخرى غير المنظار ده قرار تشخيصي التشخيص مهم جدا كانت دياجونوزيز كلمة عايزة ودن مستمعة وعايزة رؤية فيها شيء مهم أو اسمه تغليب مصلحة المريض القادم إليه يعني فيه حالات مرضية تعالج بأسلوب لو كانت الحالة المرضية جاية بنفسها أو بحالتها وتعالج بأسلوب مختلف لو الحالة المرضية دي جاية معها تأخر إنجاب فيها تأخر إنجاب القرار ربما يختلف لأن أنا هغلب مصلحة إن الكابلز جاي عشان تأخر الإنجاب في الأساس هنا الخطوات هتعنعكس أو هتختلف إزاي هتفهموا أكتر من دخولنا في عنوان مهمة أوي أوي النهاردة اسمه التشخيص ضيف العزيز والقمة العلمية الكبيرة والاسم القدير في عالم الإخصاب المساعد والحق المنجهري اللي بمتعنا دايما بحواره لأستوة الدكتور أحمد عوضلة الاستشاري تأخر إنجاب الحق المنجهري والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمستشفيات دار الطب لتأخر إنجاب الحق المنجهري لمستشفيات العريق أهلا بك أهلا بك التشخيص شيء مهم جدا في عالم التأخر إنجاب آه هو بس حالك هو في مجال الطب عمتا هو ملوش على تأخر إنجاب لأنه الدكتور الولادة طبعا أنا بشتغلش ولادة الشاطر هو اللي بيأخذ القرار السريع في وقت معين وده بي ممكن ينقذ البيبي ممكن يقلل المضاعفات بتاعة السيدة في مرحلة معاناة من الحمل ستات اللي عندهم مشاكل في أمراض النساء النزيف مثلا وراء مليفي ما كلمش على تأخر إنجاب والقرار اللي ممكن يتاخد بدل ما تلاقيه عادة بتاخد الكياس دمه وبتعيش حياة مضطربة جدا بسبب النزيفة المتكرر آه بالنسبة للتشخيص في تأخر إنجاب بسفة عنها هو اللي تأخر الإنجاب عندنا هو هو استشارة اسمه استشارة لتأخر الإنجاب لأنه صناعة القرار لا يأتي من طرف واحد إلا في حال أن يكون الأطراف الأخرى فهمة غلط أو المعلومة اللي عندها معلومة يعني فيها غلط فإحنا إحنا لما بيجي نتكلم مع الست والراجل إحنا بناخد منهم التاريخ المرة دي وبنسمع لصابق ما حدث من إجراءات طبية وبناخد من زي ما تقول بتمتص الحديث بتاعهم والمعلومات اللي عندهم ما بتصلحش في الأول حاجة وبعدين بتبدأ أنت تشرح من وجهة نظرك ولو إحنا الاتنين بنشتغل مع بعض هتلاقي وجهة نظري قد تكون فيها بعض الاختلاف عن وجهة نظرك إحنا مثلاً بتلاقي عندنا خمس قوة جنب بعض فيهم خمس دكترة عادي جداً لما تلاقي فيه اختلاف طفيف في وجهات النظر بس مش هتلاقي مثلاً عيانة عندها نتسداد في الأنابيب زميلي في القوضة اللي جنبي هيقول لها روح يعملي منظر عشان تسلكي الأنبوها ومش هيبقى في القوضة اللي بعدي دكتور بتاع ذكورة حشوف عيان أو حشوف رجل عنده حيوانات منوية صفر وحيقول لها أنا هكتب لك العلاج الفلاني أو هعمل لك العلاج الفلاني أو هعمل لك العملية الفلانية ومراتك هتحمل طبيعي بس أنا ممكن أنا وزميلي نختلف على نوع الدواء اللي هنديه للراجل ده هو شايف أنه إحنا لا نريد أن نوكل هذا الرجل بعلاجات غالية فهكتب له فيتامين باربعين خمسين جنيه وأنا شايف أنه فرصه في فرص حيوانات منوية ممكن تبقى أعلى من إعطاءه نوع معين من أنواع الأدوية قد يكون مكلف نسبيا فهكتبه له أو هخيره فالتشخيص نعم مهم التشخيص بيحطك على بداية الطريق دائما أبدا في الكاؤنسلينج أو الاستشارة مع الرجل والمرأة أدي احتمالات لعلاج ونسب حمل نسب الحمل قد كده من الإجراء الفلاني نسب الحمل قد كده من الإجراء الفلاني نسم عندي قصص مهمة جاية في الفيسبوك يعني مش هشرح مش هقول نص القصة لكن أقول عنوانها يعني العنوان الأول هي تكرار فشل حق الميجاري تلات مرات وبتسأل السؤال بتاعها إيه اللي حصل ففشل حق الميجاري تلات مرات الحقيقة أنا لما بيجيدي السئلة اللي زي ديان برضو يعني في بعض الأحيان بتبقى الوضودي جافة شوية أو عنيفة شوية هي مش كانت بتعالج مع حد هي تروح تسأل العالجة بتاني مرة واحد بتقول لي احنا عملناها عندكم طب حضرتك مش مش لكي ما يسمى استشارة فشل المحاولة مرة واثنين وثلاثة وبنقعد معاهم ونشرح لهم فالسئلة دي نعم هناك ما يسمى فشل متكرر في محاولات الحق الميجاري سن الست قد السبب اللي عشانه عملت حق الميجاري إيه البروتوكول اللي استعملته إيه وزنها إيه الزوج تزوج سابقا قبل يعني سابقا أولا عمل محاولات حق الميجاري مع سيدات أخرى أولا كان فيه فشل في المحاولات تعطل حق الميجاري في السيدات اللي قبل كده أولا البروتوكول اللي استعملته شاكله إيه تحرير هورمونز تاعة التاني يوم الدورة شاكلها إيه مخزون الميبيض شاكله إيه حجم الميبيض شاكله إيه الأجنة اللي زرعتها قبل كده وان كانت أجنة يوم ثالث ولا خامس عدد الأجنة المخصبة من ناتج عدد البويضات اللي أفرز من الميبيض قد إيه بطنة الرحم كان شاكلها إيه البروجستيرون ساقيوم الساحب البيت كان شاكله إيه الحق الميجاري حشر محاولات الحق الميجاري تحدودها تاني خانص عن إيه السبب اللي عشانه أنا ما أحملتش ضايف العزيزة الخيمة العلماء الكبيرة لسوء الدكتور رحمة عبدالله استشاري تأخذ إنجاب الحق الميجاري ريس مجلس الدار المؤسس المستشهاد دار الطب تأخذ إنجاب الحق الميجاري جاوب على عدة أسئلة عنوانها في الأساس الفهم الحقيقي والتشخيص لأنه هو الطريق الأمثل والتشخيص المنضبط والتريق الأمثل لإيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة خليكوا دايما مع الدكتور ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة